صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التليفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير يا حمد صباح الخير عليك يا منا صباح الخير والسعادة على ناس وأهل بلدنا في كل مكان صباح الخير على أهلنا الصامدين في قطاع غزة وكل أرجاء فلسطين امبرح زي ما تبعنا مع حضراتكم جميعا سريان الهدنة واليوم الثاني لهذه الهدنة في قطاع غزة الحقيقة كان في بعض الإجراءات والعراقيل الفنية اللي عطلت تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص تسليم المحتجزين اللي اتأخرت عملية التسليم لعدة ساعات مصر مباشرة تدخلت وأجرت اتصالات مكثفة مع كل الأطراف وحلت كل الأمور العالقة لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفق التبادل الأسرة والمحتجزين المرحلة الثانية امبرح تضمنت الإفراج عن 39 أسير فلسطيني من داخل السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق صراح 13 محتجز إسرائيلي و7 من رعاية الدول الأخرى امبرح حركتها حماس أصدرت بيان قالت أنها استجابت للجهود المصرية المقدرة اللي تحركت طول اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلها التزام الاحتلال في كافة الشروط اللي نص عليها الاتفاق وأعربت حماس في بيانها عن تقدرها للجهود المصرية لضمان استمرار الهدنة المؤقتة مع الجانب الإسرائيلي منا مع بنود الاتفاق الهدنة إلى جانب تبادل المحتجزين بالأسرة الفلسطينيين فيه بند مهم جدا هو بند المساعدات الإنسانية يعني كان بينص هذا الاتفاق على إدخال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية عبر معبر رفح والحقيقة مصر بتواصل إرسال هذه الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق القطاع وتحديدا منطقة شمال قطاع غزة وعلى رأس هذه المساعدات المساعدات الطبية وشاحنات الوقود والسولار وخيم الإواء للأهالي اللي تم تدمير منازلهم داخل القطاع ده في الوقت اللي أعلن فيه الدكتور دياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلمات إن فيه اتصالات مصرية مكتفة بتجرى حاليا مع كل الأطراف وده لتمديد فترة الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمدة يوم أو يومين إضافيين وده طبعا حيعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية الكمال للدولة المصرية تلقت لغاية دلوقتي مؤشرات إيجابية من كافة الأطراف لتمديد فترة الهدنة وإن شاء الله تستمر الهدنة ويكون فيه وقف كامل لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن مرة تانية نصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر خلونا دلوقتي نصبح على زملتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات صباح الخير عليك يا دينا صباح الخير يا محمد صباح الخير يا من صباح السعادة والتفاعل على كل مصرين في كل مكان صباح الخير بدأتوا تحسوا أن الجو بقى برد شوية آه يا دينا إيه الحكاية الدنيا عمالة كل شوية جوية بقى أبرد من أعوان أصدقاء الشتاء خلونا فعلا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هنبدأ معاك وجولتنا من محافظة القاهرة وتحديدا من كبري أكتوبر اللي بيشهد كثفات مرورية وتباطؤ في حركة السيارات أعلى الكبري ده بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس والمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر وشارع رمسيس أيضا بيشهد كثفات مرورية هتبدأت التدريجية لحد ما نوصل لغمرة وكبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين عليه كمان كثفات مرورية أما شارع بورسعيد من نزلة كبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة زوية الحامرة في كثفات نسبية عند الوايلي والحد كبري الساحل والأمرية والكورنيش من المضلات إلى وسط البلد في كثفات مرورية بسيطة ومتقطعة كمان هناك برضو المتجه إلى المؤسسة في سيولة مرورية مع عدد بعض الكثفات عند المضلات نكمل معاك جولتنا ونروح محافظة الجيزة الطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية بعد فتحه وإلغاء التحويلات اللي اتعاملت أثناء تركيب الكمر الحديدي عند منطقة البراجيل فتح الطريق طبعا خفف الضغط على المهندسين ومحور صفت اللبن ومن الطريق الدائري إلى محور 26 يوليو المتجه إلى أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لكن المتجه المهانسين في الكثفات المعتادة ده قبل طلعة الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك ولو كان من الكبري 15 مايو في برضو كثفات بسبب أعمال التوسعة الطريقة شارع الهرم بيشهد كثفات مرورية الكثفات دي بتزيد مع ساعات الضروة الصباحية كمان بقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات لكن في كثفات للمتجه إلى كبري الجيزة المعدني بالنسبة لشارع فيصل في كثفات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كبري فيصل كمان بتظهر كثفات تانية في شارع سودان حتى جامعة القهارة وميدان النهضة حد ما نوصل لمناطق بلاء ومبابا بالنسبة لمحور صفت في كثفات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة ونروح معا كل عروس البحر الأبيض المتوسط ومخافضة الجيء الأسكندرية في كثفات مرورية عند كبري استلي وعلى طول الكورنيش في كثفات كمان متفوتة عند الإشارات بطول الكورنيش لكن باقي الشوارع الجنوية فيها سيولة مرورية نسبية شارع جمال عبد الناصر في كثفات مرورية عند تقاطع مع محور محمد نجيب ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثفات مرورية لكنها متحركة نكمل جولتنا المرورية ونروح أسوان هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية وده على طول الشارع هنلاحظ أن فيه كثفات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثفات مرورية كمان أيضا فيه كثفات فيه شارع الحددين وشارع الإمام الشفعي والطريق المؤدي إلى مساشف أسوان الجامعي فيه برضو بعض الكثفات المرورية من جولتنا في شوارع مصر المختلفة تعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الطقس هيكون معتدل على قهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد فيه رياح موتي الرمال والأتربة على مناطق من القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة فيه كمان فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ده على فترات متقطعة درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 25 وأعلى درجة حرارة هتكون في أبو سنبل 33 وأقل درجة حرارة في كاترين 19 درجة هنتابع مع حضراتكم التقص بالتفصيل بعد شوية لكن خلوني أرجع مرة تانية لمحمد ومنه علشان نبدأ معكم فقرة صباحية مصر شكرا لك يا دين شكرا خلينا نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل إنبارح تانية فيون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا والسيد جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال وخلال اللقاء رحب الجانبين السلوفيني والبرتغالي بالهدنة الإنسانية المعلنة بقطاع غزة مثمنين الدور المصري القيادي استراتيجيا وسياسيا وإنسانيا على امتداد الأزمة منذ اندلاعها وحتى التوصل لاتفاق الهدنة خلال اللقاء أكد سيادة الرئيس أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على نحو يحقق العدل ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة وجميع الشعوب استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا وسيدة جواو كرافينيو وزيرة خارجية البرتغال وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الجانبين السلوفيني والبرتغالي رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة بقطع غزة مثمنين الدور المصري القيادي استراتيجيا وسياسيا وإنسانيا على امتداد الأزمة منذ اندلاعها يوم السابع من أكتوبر الماضي والذي كلل من خلال الوساطة المشتركة بالتواصل إلى الهدنة وتبادل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين بالإضافة إلى دور مصر المقدر كذلك في إجلاء الرعاية الأجانب من القطع وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التوافق حول ضرورة استكمال العمل لتثبيت الهدنة والبناء عليها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار إلى جانب ضرورة تقديم الدعم الفوري والفعال لجهود الأغاثة الإنسانية للقطاع على النحو الكافي لإعاشة أهالي غزة الذين تعرضت سبل عيشهم وأمنهم للتدمير كما شهد اللقاء التوافق حول الرفض القاطع لتهجير أهالي غزة من أراضيهم وقد ثمن السيد الرئيس مواقف دولتي البرتغال وسلوفينيا من النزاع منوها إلى عضوية سلوفينيا غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2024-2025 ومؤكدا أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على نحو يحقق العدل ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لجميع شعوبها منتدى شباب العالم أعلن مبارح عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان شباب من أجل إحياء الإنسانية دعا المنتدى كافة نشطاء مؤثر العالم الحرصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح والسلام ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة المبادرة بتستهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية لتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي وكمان ترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر العرق أو جنس أو دين وصولا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي فغرات صباح الخير مصر مع حضراتكم خليكوا دايما معنا منصبح على حضراتكم مرة تانية ودلوقتي يجي معنا مع أخبار التقس بالتفصيل وهي الأرصاد بتتوقع أن النهاردة التقس هيكون معتدل على قائر الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بالليل الجو هيكون ماء للبرودة على أغلب الأنحاء في رياح مثير الرمال والأتربة على مناطق من القائر الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة فيه كمان فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وده هتكون على فترات متقطعة تفاصيل أكتر عن حالة التقس معنا على التليفون دكتورة منار غاني وعضر مركز الأعلامي باية الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضراتك أستاذ دينا صباح الخير على كل السيدة المشاهدين أهلا بكتورة أهلا بحركة حابيني تطمن منك عن أخبار التقس النهاردة خصوصا أننا عارفيني فيه رياح مثير الرمال والأتربة وطبعا نحن بندعو كلنا لمرضى الجيوب الأنفية بالفعل يمكن كمان احنا شفناها بالأمس في بعض محافظات الجمهورية ووصلت سرعات رياح في بعض الأماكن لخمسين وخمسة وخمسين كيلو متر على الساعة بالأمس وخصصا في المنطقة الغربية بالإضافة كمان كان فيه ارتفاع مؤقت في قيم ضربات الخرارة اليوم هيستمر تأثرنا بالكتل الهوائية الجنوبية خادمة من السحراء الغربية سرعات رياح اليوم هنفرواح ما بين أربعين إلى خمسين كيلو متر على الساعة فبالتالي هيكون فيه استمرار بالفعل لنشاط رياح المسير للرمال والأتربة في معظم محافظات الجمهورية بالإضافة كمان طبعا نشاط رياح ده بيؤدي لانصفات في مستوى الرؤية الأتقية على الطرق فلازم نخط بالنا بشكل جوير مشطح البحر المتوسط مبين خمسة والسزتين لتمانين كيلو متر على الساعة فهيكون اليوم أيضا في استراب شديد في حركة الملحة البحرية على البحر المتوسط البحر المتوسط غير مؤهل تماما لأي أعمال بصيد وملحة بحرية وأعمال دنزل ارتفاع الأول هيك حوالي كمية فاني؟ ما بين ثلاثة إلى خمسة متر اليوم على البحر المتوسط فهيكون طبعا استراب شديد جدا لأنه سرعات رياح قوية جدا على البحر المتوسط وكمان سرعة رياح عالية جدا على محافظات الجمهورية المختلفة نشاط رياح كمان اليوم هيخلينا نحسب مزيد من الانفصاد في قيم درجات الحرارة لأنه متوقع اليوم درجات الحرارة سنخفض عن الأمس بحوالي من درجتين لثلاث درجات العظم على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أنه يتكون خمسة أو عشرين درجة مقوية خلال فترة النهار فبالتالي نشاط رياح الموجود هيخلينا نحسب مزيد من الانفصاد في قيم درجات الحرارة أجواء معتادلة خريفية تماماً فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية ومحافظات الشمالية ممكن تكون مقيلة للحرارة في المناطق الجنوبية اللي هي جنوب السعيدة فترات النهار فترات الليل مع غياب أشعر الشمس هيكون طبعاً تنخفاض في قيم درجات الحرارة لكن هيكون في مزيد من الإحساس بالزودة فترات الليل المزأخذة فترة الصباح الباكر صغرة فترة الليل هتوصل ل 15 درجة مقوية فهنحس بالخصص كبير في درجات الحرارة فترات الليل المدن السبيدة لأماكن المفتوحة لأماكن لها زليل صحيحة بشكل كبير بتحس قصر تماماً من خصص قيم درجات الحرارة انتوا باردة فترة الليل في معظم محافظات الجمهورية النفذة لفرص سقوط الأمطار مع تحول الكتل الهوائية إلى الكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط اليوم خلال فترة المساء إن شاء الله المتوقع تكون في فرص لسقوط الأمطار على المحافظات التحالية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الواتفة البحري وهتكون أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة إن شاء الله ما تأثرش خمامنا على أي أعمال أنشطة يومية فالأمطار دي هتبقى تبدأ فترة المساء وتستمر معنا غداً كمان لأننا متوقع استمرار التخلبات الجوية كوتيسة صرحة ديك على الرياح المثير رمال والأطربة هل مستمرة معنا كذا يوم ولا هتنتهي إمتى؟ الرمال والأطربة هينتهي اليوم إن شاء الله بتحول الختل الهوائية لختل الهوائية الشمالية هتنتهي تماماً للأطربة والرمال بالمشارع ويبقى فقط إسراب حركة الملاحة البحرية على مدوسط البحر المتوسط غداً إن شاء الله هتفاع أمواج ما بين ثلاثة إلى أربعة متر وكمان هيكون معنا فرص لسقوط الأمطار هتتمر على المقاطق السحالية المطلة على البحر المتوسط على مدار يوم غداً بإذن الله وانتفاض في درجات الخرارة آخر لأنه متأقع غداً كمان عضنا على الفاهرة الكبرة ثلاثة وعشرين درجة مقوية فغداً الأجواء تبقى أشبه بالأجواء الشتوية لأنه يكون فيها مزيد من انتفاض في خيم درجات الخرارة ومع يوم الثلاثة إن شاء الله بتبدأ تتسر الأحوال الجواية بشكل كبير حتى تتسرى فرص كتل أمطار هتعتادل سرعات الرياش ويبقى انتفاض في درجات الحرارة فعشان كده احنا هنمسح كل مرضة في السابرية والجيوب الأنفية لو احنا كدين المهاردة لازم نتابي الكمامات لأنهما طبعاً أكثر ناس بيعينهم في الوقت ده بالأجواء اللي فيها أطربة ورمال المسارة القيادة تكون بهدوء تام على أغلب الطرق مع انتفاض الرؤية الرفقية بسبب الأطربة ورمال المسارة ونبتعد عن الوحلات المعدنية الأشجار المبادئ أعمدة الجنارة طبعاً بسبب سرعات الرياح العامية وطبعاً لازم نستدي الملابس الشتوية لو احنا بنخرج فترة في الصباح الباكر أو بنرجع مع إشغلنا فترات الليل المتأثر لأن خلال الأيام المقبلة هنحس بمزيد من البرودة وطبعاً المتابعة اليومية يعني خلاص كده نبدأ نطلع الهدوم الشتوي زي ما بيقوله نشيل الصيف في كل بيوت المصرية المنتظرة ده دل حد دلوقتي مش قادرة تحدد بالزبط تعمل إيه لا هو نبدأ طبعاً تدرجية نرتدي الملابس الشتوية خاصةً لو احنا من الناس اللي بنخرج كتير فترة في الصباح الباكر أو بنرجع فترات الليل المتأخر لأن خلال الأيام المقبلة دراجات الحراكولة هتكون فيها انصفات بإذن لفترات المهار وأيضاً فترات الليلة سؤالي الأخير لحضرتك هل الأمطار دي هتمتد إلى القهارة الكبرى وكبال بالنسبة للشبورة اللي بتصل يعني كثيفة ولا ضعيفة اليومين دور طيب هي فرص تكون الشبورة المائية لأول خلال الأيام دي يعني النهاردة وبكرة مش موجودة تماماً لأنه نشاط الرياح مش هيساعد على تكون الشبورة المائية لكن هتعود في الظهور إن شاء الله من يوم الثلاثة اللي جاي الشبورة المائية وهتظهر على أغلب الصرق الزراعية والسريعة والصريفة من المسطحات المائية وأكيد طبعاً هتأتي للنصفات في رؤية الأثقية لكن على الأل في 48 ساعة القادمة ما فيش أي شبورة مائية بالنسبة لفرص فقط الأمطار هي هتققى فقط في المناطق الساحلية وشمال الواجه البحري فمش هتمتدل أي مقاطق من القاهرة الكبرى بإذن الله لأن المنخفض الجوي السطحي بيأثر أكثر على المقاطق الموجودة في حوض البحر المتقصة أنا بشكر حديك شكراً جزيلاً دكتورة مونار غاني معض المركز الأعلان باية الأرصاد الجوية عن متابعة اليومية معنا لحالة التقصى خلونا دلوقتي انتبع مع حضرتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة نبدأ من القاهرة العوز من 25 أصورة 17 العاصمة الإدارية 25 17 إسكندرية 24 17 العالمين الجديدة 24 17 مطلوح 23 14 ضميات 25 17 بورس عيد 25 18 رسم عليا 26 13 السويس 25 14 العريش 25 13 كاترين 19 4 طابق 25 15 حلايب 30 22 شهلاتين 31 22 شرم الشيخ 32 20 الغردقة 31 19 الفيوم 24 12 بني سويف 24 11 الوادي الجديد 29 10 أسيوت 25 11 سوهاج 26 13 قناة 29 14 الأخذر 30 15 أخيراً أصوان 32 16 ياريت النهاردة ناخد بالنا خلال النزول في ساعات اليوم من الرياح المثير الرمال والأتربة ونرتدي الكمامة علشان مرضى الجبل أنفية وحسية الصدر ما يتضرروش وكمان بنأكد أن فيه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فياريت نرتدي الملابث الثقيلة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر علشان ما نتعرضش لنظرات البرد هرجع مرة تانية لمحمد ومنه علشان نكم معكم فقرات صباحية مصر شكراً لك يا دينا شكراً لك لا يخفى على أحد التضخم الموجود في العالم كله والشكوى العامة من ارتفاع الأسعار في العالم كله الحساب الختامي للعام المالي كشف عن اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية اللي بتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصاً زي ما كنا بنتكلم في ضل التحديات الاقتصادية العالمية بانت وزارة المالية وضحت أن زيادة الإنفاق على الدعم زادت بنسبة أكتر من 51% وكمان في زيادة في الإنفاق على قطاع الصحة وقطاع التعليم حقيقة زي ما انت قلت يا منا البيانة الختامية للعام المالي بيؤكد أنه زيادة الإنفاق فيما يخص ملف الدعم وصل لرقم 59 من 10% حابين يعرف دلالة الرقم ده وأوجه الإنفاق الخاصة بالدعم مع الدكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي بالرحب وحضرتك يا دكتور محمد وصباح الخير صباح خير فاني معليك وعلى السادة المشاهدين وعلى السادة الأرنبيك حابين نبسط شوية المعلومات كده للناس والمواطنين الرقم ده يعني ايه معناه الحساب المالي الختامي بيقول لنا أنه 50% فاصل 9 هو زيادة الإنفاق فيما يتعلق بالدعم لما نقارن الرقم ده بأرقام سابقة لسنوات فاتت باختصار شهيد جدا بيقول لنا أن استراتيجية الحماية الاجتماعية في الدولة المصرية هي استراتيجية سابقة قائمة على دعم الأفراد والمواطنين اللي هم أصحاب دخول السابقة وأصحاب الدخول المنخصدة بتقول لنا كمان أن شريحة أو المستوسع في القازة القريطة بيزداد سنة بعد سنة من ناحية الاتساع بعد العدد أو من ناحية الزيادة في القيمة اللي بياخدها الدولة المصرية عندها مجموعة من البرامج الحماية الاجتماعية المتنوعة سواء هذا من التكافر بالقرار من حلال الدعم المرأة المعيلة من خلال الدعم الغزائي التموين من خلال المعاشات من خلال كمان اللي هو الأفراد العاملين أو من طلب من العمالة كل ده بيقول لنا أن الدولة المصرية النهاردة من 2016 منذ انتخذ القرار الأفراد الاقتصادي وهي تضع استراتيجية الحماية الاجتماعية كاستراتيجية سابقة وبناء الإنسان كاستراتيجية أساسية ضمن أولوياتها فإذا في ضوء قرار لأن العالم كلال من 2019 لحد النهاردة بيسموه عالم تصدير الأزمات وعالم الأزمات المتنوعة والمتعتداء بمعنى أن كان في استراتيجية كورونا بعد كده حرب روسيا النهاردة قزة بعد ما تبتهي قزة في استراتيجية تانية من هنا أصبحناك فيه في الموازنة العامة للدولة الدولة اتطلع بنودا أساسية تحتياتي لمواجهة التغيرات أو مواجهة الأشياء حتى لا يتأثر المواطن معروف أنه هو بكل الحاجات للأزمات دي عملت حاجتين أول حاجة زولت تنخم بدرجة عالية كبيرة وفي نفس الوقت زولت الأسعار وعليه أن الدولة المصرية هناك بعض المواطنين وشرائح أساسية في هذا الوطن قد تأثرت من خلال العوامل العامة الدولية العامة وبخاصة اللي هو بيستخدم أدواء الواردات ولا سيما كمان أن هناك احتفاظ الأسعار انتفاع الأسعار بأسعار القوى الشرعية الجنية عشان كده النهاردة لما أخذ فرقم ده فيه 51% زيادة لقى لـ 519 51% زيادة عن العام الماضي معنى ذلك أن هناك 50% 51% تم إضافته النهاردة على في المواجهة العامة انفاقه مش إضافته انفاقه في المواطن المصري على أنواع متعددة بجانب كمان زيادة الانفاق في الخدمات الأساسية زي الصحة والتعليم والإسكان وغيره معنى ذلك أنه النهاردة موازنة مصر فضاعفت خلال السنوات الأرباع الماضية ما يساوي 3300% أو أكتر بمعنى أنها كانت عبارة عن تراليون ومثلين عشرة النهاردة بقتها تراليون ونص ومعنى ذلك أنه هناك زيادة كبيرة وكمان في حاجة مهمة جدا ضد وطلع أنه هناك أصبح النهاردة هناك فائد أولي في داخل الموازنة المصرية بعدما كان هناك حجز مطلق وحجز دائم هذا الفائد الأولي بيقول لنا أنه أصبح هنا فيه استراتيجية الإنفاق العام استطاعت الدولة من خلال الإنفاق العربية الحكومية أنها ترشده والإنفاق على الأفراد زي بنسبة المرتبات زي بنسبة لفاته بركين فمعنى ذلك أنه هناك دائما تواجه من الدولة على ترشيل الإنفاق العام في نفس الوقت زيادة الأجور والمرتبات حماية اجتماعية بالإضافة كمان إلى التوشع في الاستثمار والاستثمارات وتوصيل الصناعة كل ده عشان إيه؟ عشان يقدر يخوفر حياة كريمة بما يسمى جودة الحياة للمواطن المصري باعتبار أن هذا المواطن حق من حقوقه أن ترعاه الدولة وحق من حقوق الرتخراء أن يكون هناك ألا يتأثر بأزماته وبالتالي كمان لما أخد كمان سلعة الدعم الغذائي أو السلعة الأسية التموين سواء نقدي أو سلعي أجد كمان أنه زاد تقريبا أكثر من 34% خلال العامين الماضيين وكذلك كمان هناك أنشطة أخرى وما ننساش كمان في حتة مهمة برضو بين الدعم الاجتماعي والدعم الاقتصادي مشروع حياة كريمة اللي كان في الدولة لحد النهاردة أكثر من تليون جنيه وهو النهاردة رفع من مستوى الأفراد في داخل القرى وكذلك كمان ضمن الاجتماعيات اللي هو كمان الأماكن اللي هي العشوائية النهاردة أصبح في مصر لا توجد منطقة عشوائية وأصبح هناك حياة كريمة إفكان جيد لكل مواطن ودخول موجودة لكل الأفراد اللي هم غير لا يوجد لهم دخول أو معدوب الدخول أو منحافظ الدخول طيب دكتور عايزة أقاطع حضرتك هنا بعد إذنك دكتور حرك سماني هذا الأمر هذا الأمر يؤكد أن استراتيجية الامال الاجتماعية هي استراتيجية ثابتة وأساسية بين أساسيات ورؤية الدولة المصرية طيب كنت عايزة أسأل حضرتك في نقطة حضرتك أثرتها من هم الفئات اللي بيستفيدوا من هذا الدعم يعني إحنا بنتكلم مش بس دعم مادي ولا بنتكلم بس في دعم سلعي إحنا بنتكلم في تغيير شكل حياة زي ما حرارك قلت مشروع حياة كريمة أو مبادرة حياة كريمة كلها بتقدم لي فئة من المواطنين المسكن والأكل والشرب والعلاج الحقيقة طبعا ما أخذ المشروعات دي عندنا تكافل وكرامة أحد المشروعات الأساسية اللي انتهنتها الدولة واللي استطاعت أنها تصد أو تنتكفل كل واحد موجود عندنا في الدولة المصرية يحتاج إلى دخول ويحتاج إلى دعمه بالدخل السابق وكرامة كمان أن هناك كمان في مجموعة من الناس بنيديهم دعم بس بفق شدوط معينة سواء هذا المشروع أو هذا المشروع لما أخذ الأرقاب اللي كانت موجودة ساعة 2014 أو 2016 والنهاردة أجد تقريبا أن الأعداد دي زادت وأجد كمان أن هذه الكمية المرأة المعيلة كمان ما ننساش كمان أنه هو الفئة الصحية والطبية المجدرات اللي تمك عشان ترفع من خدوات الصحية للأفراد الغير قادرين كمان النهاردة عندنا كمان مشروعات كمان لا يقتصر مش معنا ذلك بقدم مشروعه بس لأن ده كمان اندخلت الحماية الاجتماعية في مشروعات مشروعك وإبدأ ومشروعات صغيرة عشان أوفر وسيلة إنتاج أو وسيلة عمل لمواطن كان لا يعمل هذا الأمر استطاعت الدولة المصرية أنها توفر من خلال مبادرات كبيرة جدا وهنا لازم نشير في هذا التوقيت تحديدا أن الدولة المصرية هنا اشتغلت في كل الحاجات دي على أساس المبادرات اللي هو تركيز العمل وتوجيهه إلى فئات مستهدفة حتى يمكن أن نقضي على مشاكل كثيرة وحتى كان فيه أولويات يا فندم أولويات خاصة من قبل الدولة خلال السنوات العشر الماضية كان فيه أولويات طبعا بوضع الأسر الأكثر احتياجا على سلم الأولويات الخاصة للدولة المصرية والمظلة الاجتماعية أو مظلة الحمال الاجتماعي حضرتك أشرت في بداية المدخلة إلى فكرة أنه نحن نعيش في عالم أزمات اقتصادية متعددة ومعقدة وسؤالي لحضرتك مدى الضغوط الاقتصادية وتدعيات ما يحدث حولنا على الاقتصاد المصري خاصة أنه دايما هناك فيه حرص وتوجه للدولة بتخصيص جانب محدد من الميزانية لدعم الفئات الأكثر يعني استحقاقا واحتياجا في المجتمع المصري كيف يمكن مواجهة هذه الضغوط بالاستمرار في هذا الدعم وفي المظلة الخاصة بالحمال الاجتماعي اسمحني يا فنم أقول لحضرتك أن الأزمات الدولية أدت إلى تأثيرات كبيرة في كل اقتصاديات العالم وبخاصة الاقتصاديات الناشئة التي تعتمد على الورانات معنى ذلك أن فاتورة الاقتصاد المصري بيدفع فاتورة هو مش مسؤولة عنها المسؤولة عنها جهات أخرى بمعنى أنه كورونا إحنا مش مسؤولين عنها حرب أوكرانيا وروسيا إحنا مش مسؤولين عنها أبزل نهب إحنا مش مسؤولين عنها لكن في نفس الوقت يحسب لهذه الحكومة يحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت أن تدير الأزمات بشكل جيد وأنها تخرج من هذه الأزمات في كورونا هي صد مصر من الدول الأساسية التي حققت معدلات نمو من المنطقة ككل في أوكرانيا وروسيا استطاعت الدولة أن تواجه الأزمات وأن توفر المواد وأن توفر الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية لمواطنيها دون أن يأتي أو يتأثر ودون زيادة في الضرائب أو تحميل أعباء على المواطن من أي جهة وكذلك المواطن المصري لم يشعر في يوم من الأيام بنقص سلعة موجودة في السوق لكن ارتفاع الأسعار ده مختبط بعيدة حاجات أن لما أمريكا رفعت الفوائد فالقوة الشرائية أو مقيمة العملات الوطنية في داخل دول العالم بما فيها أوروبا وبرطانيا وفرنسا انخفضت أنظر الضرار باعتبار الضرار العملة الأساسية وبالتالي الدولة المصرية من ضمن هذه الدول لكن هنا نقول دايما أنه الأزمة تحدث لكن تختلف تأثيراتها من دولة صحيح من دولة إلى أخرى دكتور محمد حضرتك معنا بنشكر دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي وزي ما قال لنا أنه بالرغم من كل الضغوط الاقتصادية الموجودة وتدعيات الحروب بداية من أزمة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى حرب غزة أو حرب إسرائيلة على قطاع غزة الدولة بتقدم حوافز خاصة بدعم الاقتصاد وتحديدا فيما يتعلق ببند الدعم في الموازنة زي ما احنا قلنا الحساب الختامي المالي يعملنا بيقولنا أنه حوالي 50.9 من عشر أني بتتكلم على 51 في المية مخصصين فقط للإنفاق في بند الصحة والتعليم المهم يا محمد فكرة توزيع الدعم اللي بيحصل له أنه ما بيبقاش في اتجاه واحد يتم فقط دعمه وتتسبب باقي الاتجاهات أو باقي القطاعات بلا دعم لأن احنا عارفين أن احنا عادنا ثنين طويلة جدا عندنا إهمال في العديد من القطاعات ففكرة توزيع الدعم بحيث أن جميع القطاعات تنهض في نفس الوقت حتى وإن كانت النسب قد تكون أقل من توجيه كل الدعم لقطاع واحد ولكن لما يبقى عندنا دعم موجه لقطاع الصحة في نفس الوقت للتعليم في نفس الوقت للإسكان في نفس الوقت كمان احنا مش هننسى مشروع زي المشروع طبطين الترع اللي بيخدم جزء كبير جدا فاحنا بنمشي على التوازي نوقف هادر الميا اللي موجود نرفع من القيمة السوقية للأرض اللي موجودة معانا الزراعية فاحنا بنتكلم على مستويات عدة فيها نوع من أنواع الاستفادة أعتقد هو ده اللي بيحصل في الفترة اللي فاتت كلنا تابعنا طبعا المرحلة الثانية أو اليوم الثاني من اتفاق الهدنة اللي تم برعاية مصرية قطرية أمريكية وإنبارح كان فيه مجموعة كده من المعوقات والعرقيل الفنية أخرت إجراءات التسليم والتسلم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وكان فيه مخاوف أنه يحصل يعني انهيار وشيك كده للهدنة لكن الجهود المصرية استطاعت أن تكلل هذه الصفقة بنجاح المرحلة الثانية وتم التبادل قطاع غزة الحقيقة بيشهد يعني تحول أو دخول كمان أكبر قفلة مساعدات غيثية وإنسانية من مواصره بعد سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة أعداد كبيرة من الشاحنات الإغاثية المحملة بالمساعدات الإنسانية والطبية بتصل إلى كل مناطق قطاع غزة الجهود المصرية مستمرة والمصريين كلهم على قلب رجل واحد في دعم أهلنا في قطاع غزة معنا على التليفون الدكتور طرعت عبدالقوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي صباح الخير عليك يا دكتور أهلنا صباح الخير أهلنا دكتور بداية لما نيجي نتكلم عن حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللي بيتم دخولها حاليا لقطاع غزة واللي بتعتبر الأكبر من نحة منذ بداية الحرب الإسرائيلية الغشمة وإزاي ده حصل بعد التوصل للهدنة اللي سعت إليها مصر وتمت بالوساطة المصرية وطبعا الحمد لله يعني نما بدأت المساعدات بتوجيهات من التحامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إيسو جمهورية للتحالف الوطني لعمل آية التنموية بدأنا في 108 قافلة في يوم 9 أو يوم 10 أكتوبر أول أمس انطلقت 557 قافلة ودي غير مسبوقة هيبقى المحصلة اللي تمت في المراحل الاربع 975 قافلة أو شاحنة محملة بالأغذية الأدوية المستخدمات ربية تقريبا كم تن يا فن احنا بيكلم في حوالي 9000 أكتر من 9000 ودي تعتبر يعني ده جهد الجهد الشعبية فضلا عن 3000 احنا بيكلم في 12000 العالم كله يعني ما جابش أكتر من 3000 يعني مصر سهمت بأكتر من 80% من جملة المساعدات الإنسانية اللي داخت يعني غزة ودي طبعا عملية يعني علامة مبارزة على الدور المجتمع الأهلي الإنساني المصري وتوجهات القيادة وعشان ما حدش يزايل على مصر ولا حد يزايل على المعبر لأن المعبر مفتوح زي ما رفقامت رئيس قال في لخاء ومع الناس مع الجماهير ومعنا في فلستاد المعبر مفتوح على طول يوميا وطبعا دي المشاعدات دي مشاعدات ضخمة جدا 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 وغير مسبوقة وديت يعني أقل حاجة بوكي يقدمها الشعب المصري الشعب الفلسطيني وإحنا مستمرين يعني لأزالة الكميات ولأزالة القاتراب التي تتحمل داخل القاهرة وخارج القاهرة والشي جميل وإسعادنا جميعا أن كل الجماعيات المستقلية حتى الجماعيات القاعدية البسيطة بتحاول تساهم ولو بقدر بسيط من إمكانياتها وهي يديرواح ورغم الظروف اقتصادية التي تمر بها الدولة وبيمر بها العالم ولكن شعور مصري مخترم وإحساس مصري يحسب وطبعا يعني هشوفنا الاستفاق باللي كان موجود في استاد القاهرة وتنطلق أكبر قافلة ممكن يتشهدها العالم من الشعب المصري إلى إخواته الشعب الفسوتي طبعا لها أبعاد قوية جدا دي بتحاوز على الأمن القوم المصري لأن احنا نلابدو طبعا يعني إخواننا في غزة طبعا في حالة يرسلها ولابد من نحنا كنا نقص معهم ونساعدهم والحاوز عليهم يا ورحمة والمحاوز عليهم يا وحاوز على أمن وسلامة مصر صحيح دكتور طلعت زي ما حضرتك قلت يعني كل الجماعيات ليست فقط الجماعيات الكبرى أو المشهورة في العمل الأهلي والمدني بتقدم هذه المساعدات الإغاثية لكن كمان الجماعيات الصغيرة يعني اسمها الجماعيات القاعدية اللي هي قد تكون يعني أمورها بسيطة جدا أو حتى نشطها مقتصر على يعني أسر صغيرة أو قرى صغيرة حتى بتحب تساعد سؤالي لحضرتك إزاي التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بينصق مع كافة هذه المؤسسات فيما تطمنها أيضا المؤسسات الصغيرة اللي بتعمل في العمل الأهلي وعايزة تساعد بأي شكل من الأشكال أهلنا في اقتغز طبعا نحنا عندنا التحالف عمل غرفة عمليات المركزية وبتطلقى كل التلبات وكل الرغبات من كل الجماعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الوطن بشكل على مدار اليوم وإحنا كالتحاد عام جماعيات أهلية لشهر تحدثنا الإختمية والنغية بنامي لوسيلة التواصل يعني لتخط مفتقاتهم بشكل يومي ومشكل الكل بيجيئة بيجينا بأي حي بتقول والله عايز أدى المساعدات منقولنا طيب والله حتى كمان فيه أمر جلل إن احنا بنقول لهم يعني إنت عايز تأدى المساعدات ياليه تركز مثلا على المنابس ياليه تركز على الفطفيل ياليه تركز مثلا على أنواع معينة المجلاء عشان هل يحصل حتى تنوى وما يحصلش إنه يبقى فيه تضارب أكتر يعني وإيه الحاجة المطلوبة وفيه تأجبه قوي جدا إن شاء الله يعني يعني بإهنات فيه سينا يجهز مخازن كبيرة ممكن جدا يتحط فيها الحاجات كلها لأنه طبعا نتعرف المعبر والجانب الإسبائيلي كل يوم يعني يعني فيه تعانم طرده وبعد الهدنة بقده بقى فيه الفصف وغيره فإحنا عجلين هذه كمنات الضخمة تبقى قريبة من المعبر فإن شاء الله فيه تعجبه قوي جدا إن يكون فيه مخازن ضخمة فيه موجودة في سينة بتحط فيها كل المواد الإستاسية التي تحط سواء الإرزاء سواء أدوية سواء ملابس وتبقى قريبة من المعبر وده تعجبه وإنا يجب كلنا من ننساش المتطوعين اللي هم فعلا ضربوا المسأل الأعلى وأنا أعتبر هو تبقيبة حقية وأكبر مكسب كسبناه لكواصفين إنه يعني الانتماء الشعب الشعب الشباب السوعية اللي هو لحضر حرب سبعين ويمكن لا كان يعرف أي معلومات على قضية الإسلامية عاش فيها وعاش فيها وده عمل استفار شعبي غير مسبوك يعني معلومات استفار شعبي غير مسبوك نحن كل يوم بنعمل نتفاقات مع الجماعات الأهلية يعني كل جماعات العقربية وكل جماعات كلها يعني وقفة وكلها بتأيد الرئيس على تحسيس الخطواته ودعم القيادة السياسية وطبعا وده مصر اللي هي النهاردة وقفة كلها على خلب رجل واحد الحمد لله يعني احنا بدينا مسلل العالم كله في مصر فعلا وزياد وقد تحدث مقدمة وقد تحدث مقدمة ان المجوعة تمادل القصة والهدنة محدش جزائل اللي عام بالمجوعة ده مصر مهما نتقال من فترات أخرى هو الأصل هي مصر هي العام الذهبين المتعوضات وهي مصر أصبع الدولة نقيدة مصر يتحب كل أطراف في الأزمة مصر الدولة الوحيدة اللي هي تستطيع أن تتواصل معها وعشان كده الحمد لله يعني أنا بنعمل طبعا أن الهدلة تستمر وده أمل لنا وحفاظنا على الشعب الفلسطيني وحفاظنا على المدنيين ونأجرش ننسى أيضا الدول اللي بدون في مصر ده وزارة السحة والسكان في استقبار الزرحة والمصابين والمستشفىات المصرية والأطباء المصريين الشرفاء والتمريد اللي هو كله كل اطباء الأطباء مصر وهم ونبدوش أسمعهم قالوا إحنا عندنا استقادات نروح ندخل غزة ونتعامل مع المصابين أو نستقبلهم هنا لأيان أنا قطعوا الروح جميلة جدا وروح عظيمة وهي ده مصر اللي على شعبها ولا على شكومتها لكن أنا بصراحة ديها تعتبر قصة التجاح وقصة يعني مش قصة حقيقة واقعة المصر هي طول عمرها من 48 وهي اللي وقفت مع بضيئة بسمية ولا زالت ونحينا بـ 120 ألف شديد وبرضه عندنا سعيد نضحي من أجل القضية بسيانية دكتور طلعت أعتقد ما يحدث هو جزء من الطريقة اللي شغالة بها مصر زي محرك بتقول منذ قديم الأزل سواء التوجه نحية القضية الفلسطينية أو العمل الأهلي التنموي اللي موجود في مصر برضو منذ قديم الأزل لما بيحصل تنسيق ما بين قضيتين هما الاتنين بيبقوا واحد من الثوابت المصرية أعتقد ده بيكون النتيجة وبرضو بأقفل لحضراتك طبعا وفيد التسكيل بين المجتمع الأهلي وبين الحكومة ومعاوذات التضام الاجتماعي ومع كل جهات الدولة وكل جهات المعنية المجتمع الأهلي لا يعقل في معزل والحمد الله طبعا من حلبنا قانون بينظم العمل أهلي قانون جيد وطبعا في انطلاق حبرا جدا وبرضو يطمن أخواننا المصريين والأسر الأكثر احتياجا أن المجتمع الأهلي لا ينساهم للغت ومش هينساهم داع عنديهم وحيوط معاهم مش معنى أننا فيه مساعدات الإنسانية بتروع غزة أننا سنبعد ومش هنساهم ومش هيحصل مساعدة لا بالعكس حتى يكون مساعدات القادمة حتى يشهد مساعدات كبيرة جدا 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 الأسر أكثر احتياجا أنه هو الدول أصلا للتحالف الوطني اللي عامل أهل التنمو بجبيل التحالف الوطني اللي استطاع في خلال سنة أنه يقضل أكثر من 15 مليار جنيه على القصة الأكثر في أنشطها مختلفة ومستمر إحنا مش هنبطل المجتمع الأهلي مش هنبطل نساعد المصريين الأكثر احتياجا في كل دائما وأبدا العمل الأهلي الموجود دايما بيدعم المصريين ودايما بنلاقي قوة وطنية قائمة على الموضوع ده كل شكرا لك دكتور طلعت عبدالقوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي شكرا لزيج الآن موعد موجز الثامنة صباحا مع حضراتكم ونروح لزميلتنا دينا شرف وموجز الثامنة تفضلي دينا شكرا لك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواقف دولتي البرتغال وسلفانيا من التصعيد الإسرائيلي وأكدا أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتواصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي تانيا فاجان مائبة رئيس الوزارة وزيرة خارجية سلفانيا وجواو كيرفينيو وزير خارجية البرتغال وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على نحو يحقق العدل ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة وذلك لجميع شعوبها وأضف متحدث الرئاسة أن الجانبين سلفيني والبرتغالي رحب بالهدن الإنساني المعلن بقطع غزة مثمنين الدور المصري القيادي بالإضافة إلى دور مصر المقدر في إجلاء الرعاية الأجانب من القطاع خرجت الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي من سجن عوفر وذلك بموجب صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماسة وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أعلن وصول الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم وعددهم 13 إسرائيليا إضافة إلى 4 تايلانديين يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة برشلونة الإسبانية للمشاركة في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط الذي ينعقد غدا الاثنين لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة كما يتوجه شكري يوم الثلاثاء المقبل إلى نيويورك للمشاركة مع باقي أعضاء اللجنة الوزارية في جلسة الإحاطة التي يعقدها مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط وذلك لاستعراض الموقف العربي والإسلامي الداعي إلى وقف الحرب في القطاع تظاهر ألاف الأشخاص بالأعلام الفلسطينية أمام ممن البرلمان الكندي في أوتاوا مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وجاءت التظاهر إثر إطلاق عريضة إلكترونية تم تقديمها إلى المشرعين الجمع بعد جمعيها وعددهم مائتين وستة وثمانين ألفا وسبعة مائة وتسعة عشر توقيعا لحث رئيس الوزراء جاستين ترودو على الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضمت التظاهر أطيافا متنوعة من المشاركين بين منظمات فلسطينية وعربية ومسلمة ويهودية ومناهضة للحرب وعمالية ومنظمات عدالة اجتماعية تعرضت العاصمة الأوكرانية لما وصفه مسؤولون بأنه أكبر هجوم من روسي بطائرات مصيرة خلال العملية العسكرية والذي أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بدأ الهجوم بضرب منطق مختلفة في كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم مع توالي المزيد من الضربات مع شروق الشمس واستمرت صافرات الإنذارات من الغارات الجوية ست ساعات في المقبل وقال وزير الخارجي الأوكراني ديمترو كوليبا إن روسيا شنت خلال أسبوع 911 رجوما في أنحاء البلاد أصفرت عن مقتل 19 أوكرانيا وإصابة 84 آخرين قال قال الرئيس الأوكراني فلادمير زيلينيسكي إن بلاده بحاجة لمزيد من الدفاعات الجوية لحماية طرق تصدير الحبوب والمناطق المتاخمة لروسيا وأضف زيلينيسكي في كلمة أمام قمة دولية حول الأمن الغذائي في كييف أن هناك عجزا في الدفاع الجوي ببلاده مشيرا إلى أن الأمر ليس سرا وأشار زيلينيسكي إلى أن الشراكاء الأجانب سيزاودون كييف بسفن لمرافقة قوافل سفن الشحن من الموانئ الأوكرانية لضمان أمنها ورياضيا استهل الأهل مشواره في دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم بالفوز على ضيفه فريق ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في مباراة التي جمعتهم على ملعب السلام وسجلوا ثلاثية الأهل كل من محمود الكهرباء وحسين الشحات وصلاح محسن ليحقق حامل اللقب الانتصار الأول في دور المجموعات ويتصدر ترتيب المجموعة الغاني بترتيب المجموعة رفقة يانج أفريكانز التنزاني بدون رصيد من النقاط ختام الموجز الثامنة فاصل ونعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر من جدد صباحنا لحضراتكم مرة تانية وصباح الخير يا مصر زي ما تعودنا الفترة اللي فاتت بنحاول دائما نفتح نافذة على الصحافة العالمية النهاردة هنفتح نافذة مع حضراتكم على الصحافة الأمريكية اللي اهتمت بشكل كبير باتفاق الهدنة وإطلاق صراح المحتجزين ووساطة مصر اللي نجحت في احتواء التصعيد داخل قطاع غزة خلينا نقرأ أكتر التفاصيل من الصحفة الأمريكية مع الصحفي الأستاذ محمد العالم المتخصص في الشؤون الأمريكية من واشنطن أهلا وسهلا بحضراتك وصباح الخير صباح النور أهلا بكم وفسد المشاهدين سهلا وسهلا خلينا نبدأ على طول مع الواشنطن بوست وإشادة كبيرة خلال الساعات الماضية بالدور اللي لعبته مصر لرقب الصدع وإنفاذ اتفاق الهدنة واستكمال الاتفاق يعني هنا العشار يعني التقرير لفكرة الدور التاريخي بدولة كمصر بجانب الدور آخر من قطر يعني من المعلومة من قطر كان دورها الأكبر كان دعم مالي للمقام أو لحركة حماس وقطاع غنزة في السنوات السابقة لكن الدور التاريخي هنا والعلاقات ما بين الجانب الإسرائيلي وجانب المقام الفلسطينية كان الرابط الأهم فيه هو الدور المصري فبتقارب أولا ثم العلاقات الأمنية وافتقل كبيرة من المقام الفلسطينية في الجانب المصري وقدرته على المفاوضة وبالتالي رأي يعني في النهاية أن الأسرى الإسرائيلي تم تسليمهم أولا للجانب المصري عن طريق معبر رفح ثم إلى إسرائيل وهناك وضح تفتقل كبيرة وعامل الرابط الكبير بين المقام الفلسطينية وبين الجانب المصري وبين الجانب الإسرائيلي أيضا لهذا كما قلت فكرة الدور التاريخي ظهر ومشدة هنا وأعتقد أن الغرب بدأ يلمس هذه الفكرة أنه لا غنى عن دور تاريخ المصري في هذه القضية بالتحديد ثم في قضايا أخرى خاصة بالشرق الأوسط في المستقبل أيضا في الواشنطن بوست إشادة من الرئيس الأمريكي بايدن باتفاق إطلاق صراح المحتجزين لكن في إشارة في الصحيفة لأنه بعض التحديات ممكن أن تقابل هذا الاتفاق في المستقبل برأيك ما هي أبرز التحديات التي تنتظر هذا الاتفاق الهدن يعني نعم هو كان أهم الأسور يعني أو باكرات تقريب فكرة الالتزام من الجانبين لكن اللي وضح النهاردة فكرة الالتزام الإسرائيلي المقاومة أعلنت تعليق الأمر لبضع ساعات لكن التدخل المصري كان حاسم هنا لكن السبب الرئيسي كان فكرة عدم التزام إسرائيل بالبنود لأن الإدارة الأمريكية تعلم جيدا أن إدارة ماتينياهو لها أهداف غير الأهداف الإسرائيلية يعني إدارة ماتينياهو تعلم أن خطها السياسي هو أمر الحكم وبالتالي هناك أهداف أخرى كان أول هتتعامل من جانبنا كنت والجيش الإسرائيلي في سكرة أنهم يستطيعوا أن يعني يحردوا الرهائم أو الأسرة بالكتوة العسرية وهو الأمر الذي أثبت فشله بالقطع وأثبت فيه صحة نظرية الإدارة الأمريكية وبالتالي والتخوط الأكبر هنا من فكرة إدارة ناتينياهو وأضاف يعني موقف لهذا يعني تبينة هذه التخوطات أيضاً كان فيه إشهارة لفكرة حماسة والجانب الفلسطيني لكن لا أعتقد أنها مؤثرة لأن يعني الثرف الذي يصيصر على كل شيء حالياً على الأرض وهناك هو الجانب الإسرائيلي الحقيقة يعني الصحافة الأمريكية وغيرها من الصحف العالمية اهتمت بالمشهد مبارح المشهد كان يتصدر العنوين والمنشتات للصحف ووسائل الإعلام الغربية فكرة استمرار هذه الهدنة أو اليوم الثاني لتبادل ما بين الأسرة المحتجزين في الجانب الفلسطيني في غزة تحديداً وأمام الأسرة الفلسطينيين كان فيه حديث عن تبادل حوالي 13 إسرائيلي إلى جانب 7 من الجنسيات الأخرى مقابل 39 فلسطيني من السجون الإسرائيلية وكان الحديث أيضاً عن الإفراج عن الأقدمية من قضوا أحكام لفترات طويلة تصل إلى 10 سنوات وأكثر من 10 سنوات داخل السجون الإسرائيلية كل المراقبين السياسيين بيتحدثوا أنه فرصة أن يتم في اليوم الثاني التمديد لليوم الثالث والرابع الاتفاق بيتحدث عن أربعة أيام وأن تكون فرصة لهدى إنسانية أخرى وصولاً لوقف إطلاق النار كان فيه تفاقل موجود دولي بالأمس بسبب أن الأمور بقت طيبة وأن بقى فيه نوع من أنواع الاستقرار الموجود وعلشان كده هناك تخيل أنه إن شاء الله وارد جداً أنه يتم تمديد الهدنة دي ويبقى فيه وجود هدن أخرى إحنا عايزين نتحول بقى لجريدة أخرى ونتحول لنيويورك تايمز نيويورك تايمز شافت فيه تطورات حصلت وكان فيه تناول مختلف للتطورات فضل أستاذ محمد طيب إحنا يعني لو مرينا على مختلف الصحف وتحولنا من مختلف الصحف في إجماع في الأراء في التناول من الصحف الأمريكية بتتكلم عن الدور التاريخي لمصر وكمان الدور ده إزاي مستمر ولو يتوقف تاريخياً فقط إن هناك دائماً تدخل في اللحظات الحاسمة مصر بتدخل وبتعيد يعني كفة الميزان للمزبوط بحيث أنه يحصل توازن في الأراء ويحصل استمرار كمان في الهدو كمان كان فيه تناول حتى إنساني لما يحدث في غزة إلى جانب التحركات السياسية يعني شفنا في نيورج تايمز وفي بعض الصحف الأمريكية حديث عن حياة الصحفيين داخل غزة يعني يوم كامل من حياة صحفي كيف يعيش الصحفي وهو يغطي هذه الحرب تحت قصف يعني مستمر من قبل الطائرات الإسرائيلية الجانب الإنساني كمان جانب مهم جدا وجانب محتاجين نشوف فيه معالجة إعلامية من قبل الصحافة لأنه هو الجانب اللي بيعيش معانا في الذاكرة كيف يمكن تخطية الحروب من قبل الصحفيين ضغوط مهنية شديدة جدا بطاقة على كل صحفي وكل يعني حامل كاميرا وكل ناقل للصورة في قطاع غزة عشان ينقل الصورة دي للعالم بيواجه صعوبات شديدة جدا وتحديات كبيرة جدا لكن هو مصمم أنه يقوم بمهمته بحق الناس في المعرفة وحق الناس أنهما يعرفوا اللي بيحصل على الأرض ده شفنا كمان يامنا في أكتر من صحيفة أمريكية معانا عن التخطيات الصحفية عن الجانب الإنساني في قطاع غزة كيف يتم تناولها إعلاما خلينا نتكلم عن الرؤى المستقبلية مع ترويح إسرائيل باستعمال القصف مرة أخرى نعم أنه هو الفكرة هو أنه في محاولات مصرية حالية لمد هدنة يومين أو أكتر لكن هذا الشيء غير مؤكد حتى الآن لأنه فيه تعامل إسرائيل واضح التعامل بدأ أولا من منع أهل الجنوب جنوب غزة من العودة إلى الشمال ثم بعد التصرفات اللي خرجت من الجيش الإسرائيلي وبدأ اتنوه عن فكرة اقتحام بعد الأجاب في جنوب غزة مع أن الإعلام الإسرائيلي الأول كان على أن الجيش الإسرائيلي يتهدف شمال القطاع فقط بما أن شمال القطاع هو ما يقع فيه الأنفاق لكن حاليا نتحدكون عن أنفاق أخرى في الجنوب لهذا فكرة الهدنة وتمردها ربما لن تكون وقايا مع تواجد نتنياهو لأن له أهداف معينة كما قلت لا تقصق حتى مع الأهداف الإسرائيلية نستهل لأن الهدف الإسرائيلي الشعبي هو فكرة عودة الأسرة بدون أي خسائق أستاذ محمد نروح مع حضرتك لمقال رأي آخر بنفس الجريدة تحت عنوان المدنيين في غزة تحت القصف الإسرائيلي يقتلون بوتيرة تاريخية المقال بيقدم رصد لوتيرة القتل المستمر واللي بيتعرض له أهلنا في قطاع غزة أبرز ما جاء في هذا المقال يعني بيتحدث عن فكرة أن في فترة الحرب ومنذ الآن وصل لأعداد المعلمة فقط لأكتر من 15 ألف يعني بيحط نظرة وقعية حاليا أن العدد الحقيقي ربما يصل إلى 20 ألف حتى قبل انتهاء الهدنة لأن منهم تحت الأنقاض كتب وفكرة الخاص بأسلحة حتى أسلحة مجرمة دولية يعني القناة التسكولية وما إلى ذلك وشكل الجسس من أفتها الجسس للأطفال والنساء وطريق المحطرة تقديم لأني في أسلحة أخرى ربما لن يسمع عنها لعلى القطاع من اتخدمها وبالتالي تحول بغزة إلى مفرح للعرض العسكري وتجريب بعض الأسلحة الجديدة ووكير القتل أو الشهداء اللي يسقطوا يوميا كانت أكبر من المتوقع وبالتالي أيضا في توقح هنا إن إذا امتدت الحرب كما يردها ناتنياهو لثلاثة أشهر أخرى إلى عام فإن الأعداد ممكن تصل إلى مئات الألاف وبالتالي تكون فعليا إبادة وليس فقط توقع إبادة وبالتالي هو أتحدث هنا عن وسيرة شرسة يعني اختصت الأطفال والنساء لأن أكثر من 70% من عدد الشهداء هم من الأطفال والنساء وبالتالي تثبت الرؤية التي قالت أن يعني بنك الأهداف الإسرائيل هم الأطفال والنساء لرؤية يعني الهنية عندهم في يعني معتقداتهم بفكرة قطع الناس حتى يتالي مقاطع يعني القضية نفسها وبالتالي هو يشير إلى مدى الجرم وأعتقد أن هذا المقال يثبت أن إسرائيل هي مجرمة حرب وأن تقديم نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية ضرورة كبرى على الرغم من معرفة العالم المسبقة أن إسرائيل لا تجتزم بأي قانون ولا تجتزم بأي أحكام دولة ختاما نتحول لـ ونختتم بقى بتقرير إنساني زي ما زميني محمد كان بيتكلم في الفقرة السابقة وبنقول أنه قد إيه بيحاولوا يصلوا يعني يرصدوا كده المشاعر اللي موجودة بترصد المخاطر اللي بيتعرض لها الصحفيين في غزة والتقرير بيعمل معايشة بعنوان حل متنى أسبوع في حياة صحفي في قطاع غزة لو حالك تكلمنا عن تفاصيل هذا التقرير أولا يعني في شاهد الأخيرة على فكرة أن الصحافة في غزة بتكون بدور تريف وهو حصول الصحف المطاب العجائي لعله جائلة دولية كصحف العام تقديرا لما يكون بها حاليا أما التقريب هو بزرسين إلى فكرة يعني خطر الحياة الذي يواجهه الصحفي يوميا لمجرد نقل الخبر وفكرة أن القوات الإسرائيلية نفسها بتستهدت الصحافيين عن عم لأنهم لا يريدون الصورة الحقيقية الطفل بديرجع لفكرة أن الرأي العام العالمي الشعبي العالمي انقلب عليهم نتيجة الصور التي تأخذوا من قطاع غزة وبالتالي عدد كبير من الشعبات حول العالم وخصوصا في الداخل الأمريكي التي استطلعت أثبتت أن 70% من الشعبات الأمريكيين غرر عما يحدث من الجلب الإسرائية تجاه قطاع غزة نتيجة أنهم بدأوا يحصلوا على الصورة من وسائل التواصل الاجتماعي وليس من وسائل الإعلام التقليبية وبالتالي بدأوا ينقلبوا على وجهة النظر الأمريكية الرسمية ولم ينخدعوا بالتهياء الإعلامية الأولى في الداخل الأمريكي كل هذا جاء نتيجة أن هؤلاء الصحافيين خاصروا عاتهم لنقل الصورة والمخاطرة الأصبر هنا هي فكرة أهليهم استهداف أهليهم حتى يتم رضعهم وكان هذا يعني واضح في فكرة خروض الصحافية التلسطية وهي من سلطة الاسطينية إلى الخارج التي تجي تستهدافها عن عمد واستهداف أسراتها لا استهداف كان لفكرة يوم الصحفي الغير عجل إن القوانين الدولية تجرم أثناء الحرب وحتى غير الحرب فكرة استهداف وثائل الألم لأنه من المفترض أن تكون وثائل الألم في أمان حتى تستطيع أن تنقل الصورة بحيادية كاملة لكن بالأسد يعني الجانب الإسرائيلي كما عود العالم لا يحترم كل هذه الأمور حتى هو لم يحترم فكرة يعني تجليل العطبات أمان يعني وفوض دولية لتقديم معهمة الغزة أو حتى التحقيق فيما يحدث على الأرض تقديم هذا التقديم يشير إلى فكرة يعني استهداف الصحفيين بشكل عمزين حتى غسل الأمر إلى الموت وإن في أكثر من طلقات استهداف حتى لأهليهم بشكل مباشر الأرقام بتقول لنا أستاذ محمد أنه حوالي 55 صحفي شهيد سقط في هذه الحرب حتى هذه اللحظة متكلم على عدد ضخم جدا من الصحفيين والإعلاميين اللي بيمرسوا العمل الإعلامي داخل قطاع غزة بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وهذه القراءة الوفية لعنوين الصحافة الأمريكية الكاتب الصحفي محمد العالم المتخصص في الشؤون الأمريكية كنت معنا من واشنطن هل نتحول لموضوع تاني أكثر من 18 مشروع أخضر مستدام ما بين مشروعات قومية ومتوسطة وصغيرة ومشروعات مرأة بتستعد لتمثيل مصر في مؤتمر المناخ كاب 28 خلال أيام الحقيقة فيه تركيز كبير مش بس على المستوى الرسمي لكن كمان على مستوى المشروعات الصغيرة للتوجه نحو المشروعات الخضراء وأعتقد ده كانت توجه موجود في الدولة المصرية ملوكية التحول للاقتصاد الأخضر والمبادرة القومية للمشروعات الخضراء مبادرة يعني غير مسبوقة عالميا وانطلقت من كوب 27 السنة اللي فاتت وكان لها تأثير مهم جدا تعالوا نتعرف مع حضراتكم على أهم المشاريع اللي تم تأهلها والمشاركة بشكل كبير فيها مع سعد سفير هشام بدر المنصق العام للمبادرة القومية للمشروعات الخضراء الذكية صباح الخير على حضرتك يا فاند صباح نوري فاند على حضرتك المشاهدين مبادرة غير مسبوقة عالميا انفرضت بيها مصر حابين نتعرف من حضرتك على تفاصيل المرحلة التانية من هذه المبادرة المراحل اللي مرت بيها احنا عارفين ان حوالي أكتر من 5600 مشروع تقدموا من كافة محافظات مصر بمشروعات خاصة بإدماج الأبعاد البيئية في خطط التنمية المستهدمة حابين نعرف تفاصيل المرحلة التانية فاند أولا أنا حب أشكر من خلالكم كل من تقدم المشروعات يعني مش بس الثمنتاشر اللي فازوا لكن لا السنة اللي فاتت تقدمت 6600 مشروع والدورة التانية دي تقدمت زي ما سيارتك تفضلت ب5000600 مشروع واحنا بنعتبر ان كل دول فائزين مش اللي قدموا مشروعات ثم اللي دخلوا في التصفير النهائية اللي هم حوالي 162 مشروع ثم اللي تم اختارهم الثمنتاشر مشروع السنة اللي فاتت والسنة دي والسنة دي يوم تسعة نوبامبر كان فيه مؤتمر حضره دكتور مصطفى مدوري رئيس مجلس الوزراء وتفقد المعرض اللي فيه 162 مشروع المؤهلين النهائيين وكان فيه طبعا اعجاب من جميع الوزراء والمشاركين بال162 مشروع من جميع المحافظات وتم دعوة للمؤتمر ده الممولين والمستثمرين لان الفكرة ايه انت بتطلع مشروعات والناس بتقدم مشروعات رائعة غير مسبوكة فيها فكرة ولازم حد يمولهم وبالتالي انت بتعرض المشروعات دي اولا وطنيا دايما عرضناه يوم تسعة نوبامبر ثم وحضرها الدكتور مصطفى مدوري والمستثمرين والبنوك وهكذا ثم تم اكتيار 18 مشروع منهم فائدين احسن مشروعات في مصطفى ثلاث مشروعات خاصة بالمرأة ثلاث مشروعات خاصة مشروعات صغيرة متوسطة مشروعات ناشئة مشروعات كبيرة وتم تمويلهم وتم اعطائهم دوائز مالية 750 الف جنيه للفائز الفائزين و500 الف جنيه للفائز الثاني وهكذا وبعد تكرمهم الآن بتجل الاستعدادات واحنا الحمد لله نجحنا بالاشتراك مع المؤسسات المالية الدولية والأمم المتحدة أن يتم استضافة ويتم عرض هذه المشروعات في كوب 28 في دبي فال18 مشروع حاليا احنا بنأهلهم أكتر في بعد بكرة جلسة مع الأمم المتحدة برنامج التنمية عشان يقول للناس دي انت عندك مشروع رائع بس ازاي تقدمه ازاي تعرضه قدام الناس ازاي تعرضه قدام العالم انت عندك فرصة دلوقتي زي السنة اللي فاتت لما عرضنا المشروعات الثمانتاشر بشأن مشهد والحمد لله تم تمويل كتير منهم وأصبحوا ناجحين السنة برضو الفترة الأسبوع ده سيتم تأهيل أكتر والأمم المتحدة ساعدهم ثم يروحوا الثمانتاشر مشروع في دبي ليكون سفراء مصد زي ما حالك قلت قدام العالم في ستين ألف واحدة هيحضر في دبي كون لهم فرصة لكل واحد يشرع ونحاول نجيب له تشبيك لنجيب له تمويل وبالتالي يكبر ويبين قدام العالم قدية مصر مش بس ملتزمة بالاتفاقات اللي بتوقعه ازاي انها مصر بتجيط حلول مصرية الحلول دي طلعة من الواقع المصري حلول قدمتهاش الحكومة حلول قدامها المواطنين المصريين اللي عاديين في السبعة عشرين محافظة وبالتالي احنا فخورين بالعملية دي في الدورة التانية فيها نجاح وحديك بتعرض على الشاشة بتاعتك بعض المشروعات فعلا لفائزة دي المشروع اللي شايفينه ده محرك بيتحط في اي عربية او اي بيوفر في البنزين ويوفر في الطاقة فيه ناس عملوا غباط من مياه الصرف الصحي بتستخدم في اخشاب تعمل ببان واخشاب ضد الحريق فيه مشروعات فيه اسوان مشروع الاول للمرأة انه بيعمل مصرعات للمشروعات النساء وعمل حوالي 34 ألف مشروع فأي مرأة تقدم بالمشروع بتاحها صغيرة لكن هو بيروج لها وبالتالي مشروع تالي خاص بالدواء اللي انت حطته دلوقتي الدواء اللي هو الـ ازاي ازاي انهما بيخلصوا بينهم طريقة امنة كل دي مشروعات فيها شباب ومرأة مصرية اثبتت للعالم اننا مش بس بقدم افكار لأنا بقدم حاجة على الارض بتدي حلول مصرية واهم حاجة انها بتحول التحدي بتاع المشكلات المناخية الى فرصة اقتصادية اعتقد اعتقد من ابرز المشروعات دي كان فيه مشروعات صغيرة ومشروعات متوسطة يمكن كان فيه معايير خاصة اهلتها للفوز حضرتك ذكرت بعض هذه المشروعات لو تقولنا المعايير اللي ساعدت على فوز هذه المشروعات شوفي اهم حاجة انه تم السنة الفات كان فيه وعي وتدريب والناس تشعر انها لما تقدم مشروعات وتتضرب عليها في فيه 23 حاجة لازم هما يلتزموا بيها على اساس يبا المشروع اخضر وذكي فالناس بنعرف يعني مشروع اخضر يعني مشروع بيستخدم طاقة متجددة طاقة قليل طاقة شابسية طاقة رياح بيقلل انبعاثات بيقدر يعيز استخدام المخلفات فيه كتير من المشروعات فعلا شافت ان في المناخ بتاعها قالي طب الله طب انا استخدم ازاي اعيد استخدام المخلفات دي واعمل بيها فلوس ازاكي يعني ايه يعني مجرد التكنولوجيا يعني استخدام التكنولوجيا انه هما دول الحاجات الاساسية للمستقبل التكنولوجيا واعادة واستخدام التحديات المناخية لا فرصة وكان الحاجة الرئيسية انه في الاخر احنا بنساعده انه هو يكبر مشروعه من خلال شراكات يعني انت عليك تقدم المشروع وانا عليك اشبكك بمؤسسات وطنية ودولية عشان تنجح فبدأ المصرين يفكروا خارج السندوق يفكروا بطريقة للمستقبل ويقدموا والحمد لله الحاجات دي بتنفع وبرضو ان فيها الملكية الفكرية وبالتالي بنحاول ان احنا نساعدهم برضو ان هو في الاكاية ان يحفظ على الملكية الفكرية ونتأكد منه نسرع في اجراءات الملكية الفكرية نعرفهم الطرق السليمة لتسجيل براءات الافكار والحاجات دي اعتقد ده ممكن يدعم الفكرة ويدعم هذه المشروعات بالضبط وفيه شركات استراتيجية يعني اساس نجاح المشاركة او حضرتك بسألك السؤال ايه اساس النجاح هو الشركات الاستراتيجية يعني ده داخل فئة الجميع داخل فئة المحصن داخل فئة الشركات داخل فئة الشباب بالرياضة داخل فئة المزارات المعنية داخل فئة القطاع الخاص البنوك وبالتالي نجاح اي عمل ان يكون فيه شركات استراتيجية فيوصل الانسان العادي في المحليات من الوادي الجديد يقدم مشروعه يتكم تقريمه وطنيا وثم ياخد جواز مالية ثم يبدأ يعمل شركات على مستوى عالمي فبنزيله الاداء ان يتواصل من القرية بتاعته الى اعلى مستوى في العالم دي حاجة عظيمة جدا ساعة السفير يعني من الجوانب الرائعة والمدهشة الحقيقة في هذه المبادرة انه حق لكل شاب او كل مصري في اي محافظة في اي قرية او نجع او اي مكان من الاماكن الموجودة على امتداد الجمهورية انه يقدم مقترح او فكرة او مشروع في البعد البيئي وبيعتمد على طبعا الطاقة النظيفة والاقتصاد الاخضر دي فكرة عظيمة جدا لرفع مستوى الوعي البيئي لدى اجيال من الشباب واجيال من المصريين مش بس رفع المستوى البيئي وده حاجة مهمة جدا زي ما سيبتك تفضلت لان هو هيكتر فلوش من وراه فيها استدامة يعني ايه لما تقول له انا يقولك انا عندي مشاكل تحديات اقتصادية اقول له معشان انت عندك التحديات احنا بتحاول نساعدك انك تحول ده الى فرصة اقتصادية واستدامة وده اللي بتشد الشباب وبتشد المرأة وبقول له بص وانه هيامل مشروع من ورا الفكرة دي او برا المخترح ده مشروع فعلا يعني يبقى فيه عائد اقتصادي دي بالضبط بالضبط وده بيعملها وهو قاعد في بيته على الانترنت مش بيضطر يروح المحافظة ويقدم ورق زي زمان لا هو قاعد في بيته بيقدم بيفتح الانترنت يقول انا اسمي كذا كذا من محافظ كذا كذا وعند المشروع بتاعي في سنة اربع سطور ويملي ويقدمه تمت فيه لجان بقى تقييمية على مستوى المحافظات والسنة دي عملنا التطور ان احنا خدنا احسن اكاديميين في مصر داتنا وزارة التعليم العالي على الاساس ان بعض المشروعات دي صعب هيدروجين اخضر هيدروجين ازرق فما يقدرش يقيمها حد عادي او ممثلين وزارات عادية فجبنا اكبر اساسة جامعات مصر شاركوا معنا زائد خبراء بيئيين زائد خبراء مجرد الانتصالات بحيث يكون هناك فيه لجان تقدر تبحث وتقيم وتقعد مع الناس دي وتسمع تسمحها لما تخلش في المرحلة المؤهلة لها على اساس ان احنا تقدر تساعدها في الاخر وتدي فرصة وتدي امل وتدي تقود صورة للمستقبل بالنسبة لشباب مصر وبالنسبة للمشروعات مصر طيب دكتور لو قارننا بين مشروعات السنة اللي فاتت والمشروعات اللي تقدمت السنة دي بعد لما بقى فيه خبرة اكتر وبعد ما بقى فيه وضوح اكتر في المعايير نقدر نقول ايه اللي اختلف في مشروعات اللي تقدمت السنة دي ده سؤال رائع فعلا لان اصبح هناك فيه نقطة اكبر بكتير السنة الفاتت قبل السنة كنا احنا مستضفين لكب 27 واتعمل في شهرين لكن الناس برضو قدموا ستلافة ومشروع السنة دي ادينا فرصة كبيرة للتدريب والتقييم دربنا المدربين مش كل محافظات مصر بنفس المستوى في الاداء وفي التقييم وبالتالي ادينا وقت كتير ان احنا ندرب الناس القائمين في المحافظات ونفس الوقت دي عملنا التدريب في عشرين كما وفي عشرين محافظة للناس ازاي تقدم مشروع يعني هو بيقول لي وانا ما عرفش اصلا اقدم مشروع مش مشروع اخضر وزكي فدربناهم ازاي وبالتالي والسنة اللي فاتت يعني ما دخلش المشروعات التقيلة دخلت مشروعات تقيلة جدا بس اللي هما الناس اللي كانوا عندهم مشروعات قوية وهكذا قالوا ما نشوف هيحطة ليه في الدورة الاولى السنة دي ففي طبعا المشروعات اللي فاتت بلتالي مشروعات قوية وكل حال لكن لاحظنا السنة دي فيها تفاصيل اكتر فيها عمق اكتر فيها تمويل اكتر فيها انه قدر يعد المشروع لانه يعني اخذ التدريب وسمع عن الفائدين السنة اللي فاتت مع السؤال اللي يسأل طب التمنتاشر اللي فازوا السنة اللي فاتت عملت بيهم ايه فلما يسمع ان في خمسة منهم اخذوا جوائق دولية على مستوى العالم بدأت بسبع مليون دولار وفي سنة واحدة وصلت لتلتمية واربعين مليون دولار ولما يسمع المشروع المرأة دربت تلاتة عشرين الف عاملت شركة لما يسمع كل دي يقول الله لأ طب انا كمان انا عايز انا كمان اخش بحافظ ليه بشكل كبير بالطبع حوافظ حوافظ على الارض احنا بنشتغل من ناحية العملية على الارض ونتائج ملموسة مش شعارات مش نظريات وان شاء الله بإذن الله 18 اللي حمثلونا ويكونوا خير سفراء كده لمصر في دبي كوب 28 ان شاء الله يعني يحوزوا على جوائز عالمية وتكريم كمان ومشاريعهم تنفذ على الارض مشكرك شكرا جزيلا سعادة سفير هشام بدر المنصق العام للمبادرة القومية للمشروعات الخضراء الذكري مشاهدينا فقراتنا لسه مستمرة خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معكم بدأ العد التنازولي للانتخابات الرئاسية كلها أيام وتبدأ أول جولة في السباق الانتخابي بتصويت المصريين في الخارج تحديدا يوم الأول من ديسمبر بعدها هنستكمل جولة أخرى بتصويت المصريين في كل محافظات مصر حوالي 67 مليون ناخب مدعوون للانتخابات مع انطلاق هذا الماراثن عندنا سؤال مهم جدا إزاي ممكن نشجع المواطنين على المشاركة بقوة في الانتخابات الدور اللي ممكن تلعبوا المؤسسات المعنية بتوعية المواطن المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة أسئلة كتير هنترحى النهاردة على ضفتنا في الستوديو إيريني سعيد الكتابة الصحفية والبحثة الأكاديمية في العلوم السياسية أهلا وسهلا بك سهياتي حضرتكم أهلا بك إزاي نشجع الناس إنها تنزل وتقول صوتها وتقول لي بصوتها وده حاجة ما خدناهش بسهولة يعني عادنا سنين بنحاول ندور على دور لنا وأخيرا بعد ثورة 30 يونيو أعتقد أن ده بقى شيء متاح لنا جميعا حق واخدناه إزاي الناس تتنزل عنها خليني بس مبدأين أبدأ بي الجزء الأخير من سؤال حضرتك قط قليلو لكن كان وقت كبير جدا لحد ما وصلنا لهذه المشاركة السياسية اللي بننتظرها من الجماهير المصرية ربما المشاركة السياسية في حد ذاتها تعد يعني معيار مهم جدا على يعني قيمة الدول ومعيار مهم فيما يخص مدى ديمقراطية الدولة هل هذه الدولة ديمقراطية هل بننعم بمناخ سياسي جيد يظهر جيدا فيما يخص المشاركة السياسية أما لو تراجعت المشاركة السياسية بالتالي لدينا جودة سياسية أو حياة سياسية ليست على ما يرام أعتقد أنه مؤخرا وبعد التوراة اللي شهدناها في مصر بنلاقي أنه فيه مشاركة سياسية جيدة حتى أنه مصادر الإعلام كلها أو وسائل الإعلام تصدرت المشاركة السياسية ومش بس التوية لكن تخطينا مرحلة التوية لمرحلة الإشادة بهذه المشاركة السياسية خلينا أوضح أن المشاركة السياسية بتتم على مرحلتين ربما المرحلة الإجرائية وهي المتعارفة عليها للمواطن العادي وهي أنه ينزل يصوت للانتخابات المرشح بعينه ربما يشارك في حزب بعينه أو يشارك في مؤتمر سياسي أو منتدى سياسي هذه هي المشاركة السياسية الإجرائية أنه اتخذ إجراء من هنا أقدر أقول أن هذا المواطن عنده حالة من المشاركة السياسية لكنها في مفهومها المجز ولكنه أيضا الأعمق وهو كيفية التأثير على صانع القرار ربما إذا أردت أن تؤثر على صانع القرار لك أن تنزل في الانتخابات القادمة ده اللي منك يعني بيكمن فيه أهمية أيضا المشاركة السياسية لو جينا هنتكلم عن أهمية المشاركة السياسية نبدأ بالعكس أنه ليست فقط في أنك مشاركة تضامنية أو حتى كيف تكون إيجابية لكن أيضا مجرد أنك لو تريد مطالب بعينها لو لديك حياة أو تنمية أفضل بالتالي يجب أن تنزل في الانتخابات القادمة أو أنا يكون لك مشاركة سياسية بشكل أفضل المشاركة السياسية ليست على مستوى المواطن العادي لكنها أيضا على مستوى المؤسسات تبدأ من المؤسسات التنفيذية وحتى المؤسسات التشريعية القضائية طبعا وهي مستقلة لها أيضا مشاركتها لكن كيف تصل هذه المشاركة إلى الإنسان أو المواطن العادي تأتي من خلال المؤسسات التي ذكرناها تنفيذية وتشريعية وحتى الأحزاب والنقبات والمجتمع الأهلي والمدني ده كان سؤال أستاذ إيريني المطلوب من الكينات السياسية والأحزاب السياسية لحث المواطنين على المشاركة ورفع مستوى أهمية المشاركة السياسية في استحقاق دستوري مهم للدولة الأحزاب السياسية قدر أقول أنها قاطرة الحياة السياسية يعني أي دولة لديها حالة من التعدادية الحزبية بالتالي هي على الطريق السليم عندنا في مصر الأحزاب السياسية بعد 2013 كنا بنشهد حالة من السيولة الحزبية هذه السيولة الحزبية بدأت إلى حد كبير تبقى يعني مصنفة ومبندة تحت بنود ما بين أحزاب يسرية وأحزاب وسطية وفي بعض الأحزاب اللي عندها الفكر المعين أو أيديولوجيا معينة لكن خليني أبدأ لو الأحزاب السياسية كيف تواعي المواطن بتبدأ هي أيضا من مستويين ربما ما سادع عن الأحزاب السياسية فيما يخص كيفية توعية المواطن جاءت في إطار أن الحملات والتوعية بأهمية الانتخابات والتحرك في حملات دعائية وحملات ومبادرات لكن الأهم من كل هذه الأمور أن الأحزاب السياسية هي لها أن تسلك مسلك مهم جدا منذ نشأتها وحتى فيما يخص المصار الطبيعي لها وهي قائمة على توعية المواطن وكيفية تطقيف المواطن سياسيا أرجع مرة تانية مع حضراتكم لما ذكرت أنه لازم يكون على مستويين المستوى الداخلي داخل الحزب نفسه كيف الحزب يواعي أعضاؤه أو كوادره وكيف ينطلق إلى الرأي العام لأنه ما نقدرش ننكر إنها أبرز موجهات الرأي العام الأحزاب السياسية هي كفيلة بتوجيه الرأي العام لما فيه يعني التنمية السياسية الحزب بالداخل له أيدولوجية له فكر له أيضا برامج وله توعية وله مبادرات مهمة جدا في داخل هذا الحزب أيضا علشان يكون لدي مواطن يعني لدي حالة من الانتماء الوطني لابد أن نكون على دراية بأيدولوجية هذا الحزب أو الأيدولوجي أو الفكرة الخاص بهذا الحزب كيف يفكر هذا الحزب يعني هل هو يساري في تفكيره هل هو متطرف في تفكيره هل هو لديه أجندة معينة ليست وطنية يعني يسعى إلى تحقيقها بالتالي أن التوعية تبدأ من داخل كيف يفكر أيضا هذا الحزب وهل يؤتمن على كوادره صحيح بالتالي ده في الداخل أيضا تنمية السياسية والتي تأتي أيضا من خلال الثقافة السياسية كيف أيضا يكون لدى أعضاء هذا الحزب أو كوادر هذا الحزب أو المواطنون والذين ينتمون إلى هذا الحزب أو ما يخرج إليهم الحزب من الرأي العام كيف يمدهم بالتنمية السياسية أو القدر السياسي المعقول والذين نحتاجه لأنه لدينا فرق أيضا بين الممتهن للعملية السياسية والممارس للعملية السياسية كل شخص من حقه أن يمارس العمليات السياسية بالتالي ده حق يغفر لنا دستور والقانون لكل المواطنين لكل الفئات اليوم حق التصويت ده حقيقي فهذا الحزب له أهمية في أنه كيف يؤثر على المواطن في المشاركة السياسية بدأنا من المستوى الأهم وهو من الداخل كيف ينميه سياسيا وكيف يوعيه سياسيا وكيف يكون لديه على الأقل القدر الأدنى من المعرفة السياسية وده من خلال السياسات الحزبية الداخلية والفكر الحزبي والبرامج الحزبية وأيضا حملات التوعية والدعم السياسي أيضا والتوجيه أيضا من الخارج أو خارج هذا الحزب للأحزاب مهمة يعني عالية جدا فيما يخص الحياة السياسية خصوصا في استحقاق كما نشاهده وهو التأثير على صناعة القرار هي أيضا لها التأثير على صناعة القرار فيما يخص قد يكون هذا الحزب من الحكومة الأغلبية الخاصة بها الأحزاب هي من تشكل الحكومات في النظم الديمقراطية قد يكون من الحكومة قد يكون هذا الحزب له أغلبية وتحالف في البرلمان قد يكون أيضا هذا الحزب من المعارضة في كافة هذه الحالات لهذا الحزب إمكانية التأثير على صانع القرار إما من خلال الحزب الأغلبية الخاصة به أو من خلال الوزراء التنفيذين الخاصين به أو من خلال أيضا كمعارضة من أجل الضغط أيضا أهم صور أو استراتيجيات التأثير تأتي في صياغة القوانين هو من يصيغ القوانين يتقدم بها إلى المجالس التشريعية كما ذكرنا من خلال صوره أو نوافضه الموجودة في البرلمان إما وزراء معنيين أو حزب أغلبية مشكل داخل البرلمان كلها أيام يبتدي جولة تصويت المصريين في الخارج إزاي شايفة الجاليات تقدر تحس الموطنين على المشاركة بقوة في عملية التصويت هي دي بتكون يعني ليست الجاليات لكن أيضا البعثات المصرية ربما المنتشرة حاولينا في أكثر من 127 دولة أعتقد أنه بدأت الهيئة الوطنية أيضا من داخل مصر أنها تدعو الموطنين للمشاركة وده من أبرز مهمها وده اللي بتسجله أيضا البعثات خارج مصر دعوة الموطنين للمشاركة من خلال أيضا إلمامهم بالبرامج وإلمامهم بضرورة المشاركة لأن معظم هذه الأحزاب والمعنيين بالمشاركة السياسية إن كانوا منتشرين داخل البلاد في أمانات لكنهم أيضا لهم كوادرهم خارج البلاد ليس من داخل الأحزاب ولكن أيضا المعنيين من داخل البعثات الخارجية لمصر وده اللي بنتكلم فيه أنه لدينا ممارس للعمل السياسي ولدينا ممتهن للعمل السياسي أعتقد أن الممتهنين داخل هذه البعثات هم أقدر بالخارج على دعوة الموطنين أيضا بدأ الأمر من خلال الوزارات التنفيذية ووزارة الهجرة ربما عقدت الوزيرة من أكتر من ثلاثة أسابيع وعملت جولة حتى سفرت جولة إنها تدعو الموطنين للمشاركة أعتقد أنه كمان التسهيلات أنه من حقك في أي مكان من خلال قعدة البيانات أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات أعتقد أنها كلها هذه تسهيلات من شانها لها تدفع المواطنين للانتخاب بالخارج الشباب مكون رئيسي جدا في العملية الانتخابية ومكون حتى يمثل شريحة كبيرة من الكتلة التصوطية في كل استحقاق انتخابي لغة التواصل مع الشباب أستاذ إيريني شايفها إزاي فكرة اللي حضرتك أشرت إليها فكرة مهمة جدا الثقافة السياسية لأي مدى في وعي بالثقافة السياسية وأهمية المشاركة في مثل هذا الاستحقاق الدستور خاليني بس أكد أن المصر فاتية 60% لدينا شباب وربما القعدة الأهم في الدولة أو كيفية التعامل بتأتي مع أول فئة هي الشباب أعتقد أن الدولة مش بس انتظرت الأحزاب من أجل الانفتاح على هؤلاء ولم تنتظر أيضا في مجرد القادرة الكافية من المعرفة السياسية لكن لدينا أكثر من مؤسسة هي معنية بتنمية الكوادرة الحزبية أو الكوادرة السياسية من الشباب ويعني انتقاء العناصر الأكثر يعني كفاءة منهم فيما يخص ممارسة الحياة السياسية والتعويل عليهم فيما هو قادم أعتقد أنه عندي البرامج الرئاسية وعندي الأكاديمية الوطنية للتدريب يعني لم ننتظر الأحزاب لأن الأحزاب كده ضمن فئات عديدة ومن بينها الشباب لكن أن تخصص لهم هيئات وأكاديميات أعتقد أنك بتعول على الشاب بمؤهل أكاديميا فيما يخص التعامل مع الحياة السياسية وليس مجرد معرفة سياسية أو مجرد ثقافة سياسية أعتقد أنه كل هذه الأمور بتأتي أيضا في مجال تنمية الشباب وجعل الحياة السياسية أكثر يعني انفتاحا لديهم وأعتقد أنه ربما كل هذه الأمور بيحكمها عاملين مهمين جدا الأول وهو المناخ المناخ وليس السياسي فقط ولكن جادت هذه الحياة السياسية كما ذكرت في البداية هل هي تتيح لهؤلاء هل هي تؤمن بهؤلاء هل هي أيضا تؤمن بضرورة إفساح المجال من أجل كوادر شبابية سياسية معدة تأهليا وأكاديميا هذه النقطة النقطة الأهم إن كانت تؤمن هل سخرت لهم القوانين وأعتقد أن القوانين فيما يخص تأهيل الشباب سياسيا فتح الباب أمامهم في البرلمان وفي المحليات ووزراء ونواب وزراء ونواب محافظين ربما الحصص لديهم أو المحاصصة فيما يخص البرلمان تخطط من 15% إلى 25% شباب وأعتقد أنها تفرأ أكيد المحافظات القوية التي تستعين بها الأحزاب والكينات السياسية لتشجيع الجميع بقى على المشاركة ده اللي بنتكلم فيه واللي كنت بدأت بيه وقلت أهمية المشاركة السياسية يعني نمر بظروف هي حارجة على كافة المستويات سواء داخلية أو خارجية خلينا نأكد ونكون وقعيين أنه لدينا عوامل اقتصادية أو أوضاع اقتصادية ليست مجبولة بالشكل رغم التحركات إلى جهزة التنفيذية ورغم المناشدات إلا أنه لازالت الأوضاع الاقتصادية محتاجة بعض التحرك ومحتاجة بعض التكاتف هذا عامل يحتاج منه أن نتحرك إن كنا نحتاج لي أو نطلب تنمية سياسية أو تنمية على كافة المستويات اقتصادية ومجتمعية بالتالي أعتقد أن الحافظة الأهم فيما يخص ضرورة النزول للإدلاق بالأصوات هو تغيير الأوضاع وهو تكملة ما بدأه الأصابقين أو المتاحين والبناء على ما تم وحققنا البناء عليه فبالتالي أعتقد أن مجرد التذكرة بضرورة تغيير الأوضاع أو البناء على ما هو قائم يحتاج منه النزول صحيح أن ما يشاعن المشاركة السياسية فيما يخص ضرورة أنها مشاركة تضامنية ومشاركة إيجابية إن كنت تريد أن تكون إيجابي أو تعديز الولاء الوطني لديك كل هذه المحفزات المعنوية والنفسية هي رائعة لكن يبدأ أيضا المحفز الأكثر فاعلية وهو التركيز أننا نحتاج للتغيير ونحتاج للبناء على ما هو موجود أشكرك شكرا جزيلا أستاذ إيريني سعيد الكاتبة الصحفية والباحثة الأكاديمية في العلوم السياسية صباح الخير على حضرتك صباح الخير على حضرتكم أشكركم شكرا جزيلا مشاهديني السعد الوقت التسعة معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع دينا تفضل يدي شكرا لك من التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرونيتشي موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أشهد رئيس عبد الفتاح السيسي بمواقف دولتي البرتغال وسولفانيا من التصعيد الإسرائيلي مؤكدا أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي تانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سولفانيا واجواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد أهمية الاعتراف بدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على نحو يحقق العدل ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة وذلك لجميع شعوبها وأضف متحدث الرئاسة أن الجانبين السولفاني والبرتغالي رحب بالهدنة الإنسانية المعلنة بقطع غزة مثامنين دور المصري القيادي بالإضافة إلى دور مصر المقدر في إجلاء الرعاية الأجادب من القطاع خرجت الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي من سجن عوفر وذلك بموجب صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماسة وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أعلن وصول الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم وعددهم 13 إسرائيليا إضافة إلى أربعة تايلاندين يتوجه وزير الخارجية سامح شكر إلى مدينة برشلونة الإسبانية للمشاركة في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط الذي ينعقد غدا الأثنين لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة كما يتوجه شكر يوم الثلاثاء المقبل إلى نيويورك للمشاركة مع باقي أعضاء اللجنة الوزارية في جلسة الإحاطة التي يعقدها مجلس الأمن بالشأن الشرق الأوسط وذلك لاستعراض الموقف العربي والإسلامي الداعي إلى وقف الحرب في القطاع تظاهر ألاف الأشخاص بالأعلام الفلسطينية أمام مبنى البرلمان الكندي في أوتاوة مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وجاءت التظاهرة إطلاق عريضة إلكترونية تم تقديمها إلى المشرعين الجمعة بعد جمعها 28719 توقيعا لحظة رئيس الوزراء جاستين ترودو على الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضمت التظاهرة أطياقا متنوعة من المشاركين بين منظمات فلسطينية وعربية ومسلمة ويهودية ومناهضة للحرب وعمالية ومنظمات عدالة اجتماعية تعرضت العاصمة الأوكرانية لما وصفه مسؤولون بأنه أكبر هجوم روسي بطائرات مصيرة خلال العملية العسكرية والذي أدى إلى إصابة خمسة أشخاص وبدأ الهجوم بدرب مناطق مختلفة في كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم مع توالي المزيد من الضربات مع شرق الشمس واستمرت صافرات الإنذارات من الغارات الجوية ست ساعات في المجبل وقال وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا إن روسيا شنت خلال الأسبوع 911 هجوما في أنحاء البلاد أصفرت عن مقتل 19 أوكرانيا وإصابة 84 آخرين قال الرئيس الأوكراني بلادامير زيلنسكي أن بلاده بحاجة لمزيد من الدفاعات الجوية لحماية طرق تصدير الحبوب والمناطق المتاخمة لروسيا وأضف زيلنسكي في كلمة أمام قمة دولية حول الأمن الغذائي في كييف أن هناك عكزا في الدفاع الجوي ببلاده مشيرا إلى أن الأمر ليس سرا وأشار زيلنسكي إلى أن الشركاء الأجنب سيزودون كييف بسفن مرافقة قوافل سفن الشحن من المواني الأوكرانية لضمان أمنها ورياضيا استهل الأهلي مشواره في دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم بالفوز على ضيفه فريق ميدياما الغانية بثلاثة أهداف دون رد ثم ورأة التي جمعته مع لملعب السلام وأسجل ثلاثية الأهلي كل من محمود كهرباء وحسين الشحات وصلاح محسن ليحقق حامل الرقب الانتصار الأول في دور المجموعات ويتصدر ترتيب المجموعة الرابعة بالتساوي مع فريق شباب برزداد الجزائرية فيما تزيل ميدياما الغانية ترتيب المجموعة رفقة يانج أفريكانز التنزاني بدون رصيد من النقاط ختام موجز التاسعة فاصل ونعود لحضركم باستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مصر لعبت دور مهم في توصل الهدنة بين إسرائيل وحماس وأيضا في تنفيذ الهدنة والتزام الأطراف بالبنود اللي تم الاتفاق عليها سواء فيما يخص الإفراج عن المحتجزين والأسرة أو إدخال مئات الشحنات من المساعدات الإراثية والإنسانية والطبية في كل مناطق قطاع غزة صحيحة منا خلونا نتكلم مع حضراتكم عن دور مصر المحوري في احتواء التصعيد داخل قطاع غزة وتنفيذ الهدنة مع ضفنا الكريم النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي منورنا في ستوديو صباح الخير مصر صباح الخير يا حضراتكم صباحوا لكل حضراتكم يعني بداية نتكلم عن الدور المصري في سريان وإنفاذ هذه الهدنة وصولا إلى الأمس المرحلة الثانية من التبادل الأسرة مع الجانب الإسرائيلي يعني كان يبدو لحظات حرجة وصعبة جدا تأخير التسليم مشاعر أنه ممكن أو مخاوف أنه ممكن الهدنة يحصل لها يعني أي خروق خروقات يعني وتتعطل في اللحظة الأخيرة تدخلت الجهود المصرية لإحتواء الموقف وإنقاذ خليني أقول لحضرتك إحنا متابعين مع بعض من اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة الحالية والدولة الوطنية المصرية بتشتغل لدعم القضية الفلسطينية على عدة مصارات وخليني أبدأ من الموقف السابت للدولة الوطنية المصرية واللاقات السلاسة التي أعلنتها في مؤتمر القاهرة للسلام في مواجهة ما يقرب من 31 دولة لا لتصفية القضية الفلسطينية لا للحصار المفروض على أشقائنا في فلسطين لا لاستمرار هذا العدوان بهذا الشكل فمن هذا المنطلق نكمل في مسيحة ما يحدث وإعلان الهدنة ما بين الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني وقيام مصر بالوساطة في تلك الهدنة إحنا بنستهدف من إجراء الهدنة هو وقف العدوان الإسرائيلي على أشقائنا في غزة والبدء فيه مصار عادل وشامل يستند على الفرضيات الدولية والقرارات الدولية في حل تلك القضية وبالتبعية كان الدور الحاسم لترسيق تلك الهدنة في التوقيت الحالي هو الدور المصري لأن الدور المصري هو الدور الأقدم والأكثر خبرة والأكثر دراعية بكل مفردات القضية الفلسطينية والحقيقة كان هذا الأمر في غاية التعقيد يعني من مساحة الهدنة في غاية التعقيد لعدة أزباد السبب الأول أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة يمينية وهي مقيدة داخل ومحاصرة داخل خطبها اليميني في مخاطبتها للداخل الإسرائيلي فإعلان الهدنة هو كان أمر غاية في الصعوبة مع حكومة بتلك الخلفية إلا أن الدولة الوطنية المصرية ادهت ونجحت في ترسيخ تلك الهدنة وإعلان تلك الهدنة وهي بالمقام الأول يعني خليني أقولها هو رفع الحصار عن أشقائنا الفلسطينيين وتوقف العدوان الإسرائيلي على أشقائنا الفلسطينيين في كل لحظة وفي كل دقيقة تظهر مستجدات مستجدات القيود اللي بتفرضها دولة الاحتلال الإسرائيلي وعصابات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات من ناحية مسألة الإفراج عن الأسرة من ناحية أخرى العديد من الأمور اللي في كل لحظة فيها مستجد والدولة الوطنية المصرية طول الوقت بتتدخل لحلها لأن إحنا من مصلحتنا ومن مصلحة أشقائنا في فلسطين هو استمرار تلك الهدنة ووقف العدوان الإسرائيلي اللي خلف ألاف الشهداء الفلسطينيين وألاف منهم ألاف الأطفال والنساء والفلسطينيين في الوقت الحالي بيعانون من هذا الحصار الشديد في نفس التوقيت مهم بالنسبة لنا هو إدخال المساعدات الإنسانية لرفع هذا الضرر الضخم عن أشقائنا الفلسطينيين وأنا أقدر أقول في التوقيت الحالي بالأرقام والأرقام كاشفة أن ما يقرب من 70% لـ 75% من المساعدات الإنسانية هو جهود خالصة للدولة الوطنية المصرية ومن الشعب المصري من اليوم الأول إحنا بنقول إحنا بنتقاسم كسرة الخبز مع أشقائنا الفلسطينيين فالدولة الوطنية بتحمل هم القضية في إدخال المساعدات الإنسانية لأشقائنا الفلسطينيين في تمديد الهدنة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم عن أشقائنا الفلسطينيين للدخول إلى الحل الذي مرتضيه وكان فيه محاولات للالتفاف حوله وهو إعلان دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود 4 يونيو سنة 1967 احنا شايفين هدوء حذر في اليوم الثاني للهدنة تتوقع أنه يتم الاستمرار في الأجواء الحذرة ويتم وجود هدنة ثانية قريبا؟ في أجواء حذرة طول الوقت لأن الإسرائيليين من طبعهم الممطلة يعني ده بشكل واضح وجزء من العراقيل اللي بيحاولوا يفرضوها هم بيحاولوا بقدر الإمكان إنهاء الهدنة في أسرع وقت لأنهم الحقيقة كانوا عايزين يحققوا أمور على الأرض ما قدروش يحققوا يعني مسألة تصفية القضية الفلسطينية التهجير القصري للأشقاء الفلسطينيين الدولة الوطنية المصرية قدرت تجهد هذا المخطط فهو كان بيستخدم فكرة العمليات المستمرة لإجبار الفلسطينيين على التهجير القصري من قطاع غزة إلى وده كان واضح إلى سينا وده كان واضح لنا من اللحظة الأولى لأن كان المصار هو التهجير من الشمال للجنوب وبالتبعية من الجنوب يمثل حدودنا الشرقية فبالتبعية إنت لما تيجي تنظر إلى هذا المسألة بهذا الشرق إحنا كنا وعيين لهذا الأمر والنهاردة هو وقته بيتم استنزاف لوقته لأن المجتمع الدولي ما بقاش بنفس قوة الدعم بسبب المجازع التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والعصابات السهيونية خلال الفترة الماضية وأنا بقول بشكل واضح أن الإسرائيليين في الوقت الحالي لديهم أزمة ضخمة لأنهم لم يحققوا أي أمر من الأمور التي استهدفوها على أرض الواقع وده يعني ليس كوني مصريا لكن المشاهد للأوضاع يعلم أن إجهاض تلك المخططات وإجهاض تلك التحركات كانت بالموقف الحاسم الذي رفعه السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر القاهرة الدولي للسلام ومع كل البعثات الدولية التي أتت إلى الدولة الوطنية المصرية كان رد الدولة الوطنية المصرية رد حاسم وحازم في أنه لا للتهجير القصي لا لاستمرار هذا الحصار لا لتصفية القضية الفلسطينية بشكل غير عادل وتحديدا على حساب الدولة الوطنية المصرية من كلام حضرتك البعثات الدولية احنا شفنا الأيام الماضية كبار الشخصيات الدولية للمنظمات موجودة عند معبر رفح بتقيم مؤتمرات وتعقد مؤتمرات صحفية أخيرها كان زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وأيضا رئيس الوزراء البلجيكي مؤتمر صحفي مشترك عند معبر رفح وكان في تصريحات مهمة جدا تتعلق بشكل مباشر أن إسرائيل تخالف القانون الدولي دعوة إسرائيل لوقف قتل المدنيين والحديث أن إسبانيا ستأخذ خطوات للاعتراف بدولة فلسطين تبعت إزاي هذا المشهد لرئيس وزراء إسبانيا وبلجيكا عند معبر رفح خليني أقول لحضرتك يعني تواكب زيارتنا لمعبر رفح يوم الجمعة حضور رئيس وزراء بلجيكا ورئيس وزراء إسبانيا في نفس التوقيت واستمعت إلى حدثهم من أمام معبر رفح الحقيقة ده يرجعنا لنقطة أنا تحدثت لها في أثناء الحوار وهو أن الموقف الدولي الداعم بلا شروط بدأ ينحصر وبدأ ينحصر بسبب أنه مش قادر يتحمل تبعات وفطورة العمليات الإسرائيلية في مواجهة الأطفال والنساء والقتل خارج إطار القانون وحملات التطهير العرقي ضد أشقائنا الفلسطينيين وبالمناسبة أنا حابب أشكركم وأشكر قناة القاهرة الإغبائية لأن من أظهر هذا الوجه القبيح للعالم الغربي في ظل حال محاولات تغييب من الأعلام الغربي لما يحدث على الأراضي الفلسطينية هي حضراتكم وده اللي أدى إلى ضغط شعبي على تلك الحكومات فبدأت يحدث تراجع في مواقفها الأولى لو لاحظنا المواقف الأولى للدول الغربية نستمع كل كلمات الدول الغربية في مؤتمر القاهرة للسلام ومن بعدها خلال أسبوع عشرة أيام إلا أن هذا الموقف بدأ يتراجع بسبب ما تم تسليط الدوق عليه من الأعلام العربي ومن الأعلام المصري على الجرائم التي ارتقبت في حق الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية ده بدأ يحملهم فاتورة هم مش قادرين يتحملها أبعد من كده وبالتبعية بدأت المواقف الغربية اللي بتدعم الإسرائيليين دعم غير مشروط ودعم غير محدود بالتراجع وده كان جزء أيضا منه دور الدبلوماسية المصري والخط الواضح اللي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو كان خط أحمر جديد وده أمر كان غاية في الحسن وغاية في القوة وبتدعمه كل مؤسسات الدولة وبتدعمه الشعب المصري في دور عظيم بتقوم بالدولة الوطنية المصرية في الوقت الحالي أكيد رئيس عبد الفتاح السيسي كان له تصريحات واضحة بخصوص حل الدولتين وأنه أنا الأواني الاعتراف بالدولة الفلسطينية كيف رأيت هذه التصريحات؟ ده موقف الدولة الوطنية المصرية السابت على مر العقود لكن المرة دي كان مرة حاسمة وحازمة لأن كان فيه بداية لمخطط تهجير قصر ومخطط لتصفية القضية الفلسطينية وكنا بنتحدث أن كان هذا الأمر على حساب سيناء وهو أمر مش مطروح وليد النهاردة يعني هذا الأمر كان مطروح في 1968 حينما خرج القبائل العربية في مؤتمر العسنة وقالت أمام في مواجهة موشى ديان وقالت له أن تلك الأرض أراضي مصرية ولا تدويل لتلك الأراضي بعد هذا الموقف بدأ يخش الإسرائيليين في سيناء وهو تهجير أشقاءنا في غزة إلى سيناء انتصارات المصريين في أكتوبر 1973 وأجهدت هذا الملف وفي أكتوبر 2023 تجدد هذا الحلم إلا أن موقف الدولة الوطنية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الحزم وبهذا الحزم ورفضنا لكل الضغوطات والإغراءات التي عرضت لتنفيذ هذا المخطط أجهد الحلم الإسرائيلي مرة أخرى في تهجير أشقاءنا الفلسطينيين إلى سيناء بالمناسبة كل تهجير من شبر داخل الأراضي العربية المحتلة في فلسطين هو احتلال جديد فموقف الدولة الوطنية المصرية يعتبر انتصار جديد ضد مخطط بيتم العمل عليه على مدار سنوات واللي يعرف كويس قوي ويدرس الجانب الإسرائيلي مسألة الزمن بالنسبة لهم هو كاس بوقت لكن موقفنا الواضحة والحاسمة في هذا الملف أنقذ الدولة الوطنية المصرية في سيناء بشكل كبير وأنقذ تصفية القضية الفلسطينية اللي رئيس عبد الفتاح السيسي أطلق عليها مصطلح قضية القضايا ما شفناش يعني أي زيارة من زيارات زعماء العالم أو الشخصيات الدولية ولقاها بالسيد الرئيس كان السيد الرئيس دايما يؤكد على هذه الفكرة لا للتهجير وأخرها بكلمات واضحة وصريحة في احتفالية تحيا مصر من يومين التهجير خط أحمر يعني لا يمكن أبدا السماح به للدولة المصرية سؤالي لحضرتك هذا الثبات على هذا الموقف كيف انعكس على المواقف الدولية يعني إلى أي مدى الموقف الأمريكي أو مواقف بعض العواصم الأوروبية تبنت وجهة النظر المصرية بأنه لا سماح أبدا بنزوح أهلنا في فلسطين إلى سيناء الدولة الوطنية المصرية قامت بالدور الحاسم في وقف هذا المخطط ونشوف تسلسل خطاب الدولة الوطنية المصرية وخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الأمر نكتشفه هو من اللحظة الأولى هو رافض لهذا الأمر وحتى يعني لما قالوهم لو حابين سحراء النقب لو حابين تروحوا عندكم سحراء النقب ودي كان كلمة قمة في العمل الجيوس سياسي لأنه وضع تروحات بديلة لأن العالم الغربي بيجيله المعلومات وهمش بيبص على خرائه فلو أنت حابب تودي مكان سحراء النقب وإسرائيل استحال تعمل هذا الأمر ثم إعلانها في مواجهة العالم كله أنه لا للتهجير القصر ثم الإقرار بأن هذا الأمر خط أحمر بالنسبة للدولة الوطنية المصرية وهو ثاني خط أحمر تم ترسيمه بعد خط جفر سيرت جفر سيرت تمام؟ وخد بال حضرتك يعني كانوا بيرهنوا على أن الدولة الوطنية المصرية في ظل الأزمات في دول الجوار قد يليم موقفها في هذا الأمر يعني لأول مرة الدولة الوطنية المصرية تكون لديها أزمات في حدودها الأربع صحيح الجبهة الغربية فيها مشكلة الجبهة الجنوبية فيها مشكلة الجبهة الشمالية فيها إشكاليات الجبهة الغربية فيها أيضا مشاكل فبالتبعية مصر بتواجه كل تلك المشاكل ده بمثل تحدي وضغوط على صانع القرار المصري في لحظة دقيقة تلكية تحدي لم تشهدوا الدولة الوطنية المصرية يعني اقرأوا التاريخ نكتشف أن طول الوقت بيبقى فيه تحدي في جبهة حدودية أو في دولة جوار لكن التحدي في كل تلك المصارات فيها إذا التوقيف ده مؤداهة طبيعي أن أنت في موقف بيمثل قوة وقدرة الدولة الوطنية المصرية الشامل ودي القوة الشاملة للدولة الوطنية المصرية اللي تحدث عنها الرئيس من سنوات وإزاي النهاردة بتتخذ وفقا ليها المواقف الحاسمة في هذا الأمر أكيد خلينا نتحول ليزا منا كريم بيبرس من أمام معبر رفح ونتابع معا آخر التطورات الخاصة بدخول المساعدات الإغتية والطبية لقطاع غزة عبر معبر رفح إليك كريم صباح الخير عليك صباح الخير يا محمد صباح الخير على كل المشاهدي صباح الخير يا مصر فعلا في سريان اليوم التالت من الهدنة اللي تم إبرامها بالفعل بجهود مصرية دبلوماسية قوية جدا وشراخة قطرية والولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة النهاردة تالت يوم وما زالت الشاحنات يمكن من ورايا دلوقتي وأنا بتكلم معاكم لسه ما زالت بتستمر في الدخول عبر بوابة معبر رفح المصرية خلينا لكم أن الحقيقة أن بوابة معبر رفح المصرية لم تغلق من قبل وكان ما زالت الشاحنات تبقى أمام المعبر كانت دايما متوجودة إما في العريش أو في الشيخ زوايد أو في الرافح مكان ما أنا موجود دلوقتي قدام البوابة بالضب لكن طبعا بعد الهدنة والاتفاق اللي كان بيتكلم على متين عربية أو متين شاحنة في اليوم الحقيقة أن بيتخش عبر بوابة معبر رفح أكتر من متين شاحنة لأن القوات الاحتلال مش بس بتعرقل دخول الشاحنات دي لقطاع غزة لكن كمان في بعض الأحيان بترجع شاحنات كاملة لأنها قررت أنها مش مناسبة من وجهة نظر عشان كده الشاحنات تفضل مستمرة طول الوقت لكن كمان الشاحنات دي مش بس مواد غذائية وإغافية ومستلزمات طبية دي اللي بتتحرك بالفعل من ورايا دلوقتي لكن كمان في الشاحنات الخاصة بالوقود وتحديدا السولار والغاز اول يوم دخل سبع شاحنات للغاز ولي السولار امبارح برضو سبع شاحنات للغاز والسولار دخل 14 شاحنة ودلوقتي وأنا بتكلم معاكو كمان حقيقة السولار برضو متوقفة منتظرة دورها أنها تعدي للناحية التانية بتكلم على 14 شاحنة وفي حواليا دلوقتي 6 شاحنات بالفعل منتظرة دورها أنها تعبر الناحية التانية لكن كمان الهدنة مش بس بتقتصر على دخول الشاحنات والوقود والغاز لكن كمان جزء منها هي تبادل صفقة الأسرة يمكن أول يوم تمت الصفقة بسهولة ويسر وطبعا تم التبادل في المعاد المتفق عليه لكن مبارح هي قوات الاحتلال زي ما بتعرقل دخول الشاحنات وتوقف دخول المساعدات كمان كانت حاولت أنها توقف صفقة التبادل للأسرة مبارح وأخرتها جدا وتعللت أنه دي لأسباب فنية من وجهة نظرهم وفضلهم عطرين موضوضة يمكن لحد 9 أو 10 بالليل وكمان ردت عليها الفصائل الفلسطينية وتحديدا حماس وقالت أنها كمان هتوقف يعني إخراج المحتجزين أو الأسرة اللي لديها لحد لما قوات الاحتلال تلتزم بالاتفاق المبرم وهو أنه هو يخرجه من سجون الاحتلال الناس اللي بقى لها كتير جدا في السجون أول بالأقدمية الأقدم هو اللي أحقية في الخروج وخلينا نأكد على أنه اللي بيخرجوا كلهم إما نساء أو أطفال تحت 19 سنة كل دول كانوا داخل سجون الاحتلال كمان وأنا بتكلم معاك ودلوقتي الحقيقة يمكن عدد كبير جدا من الشاحنات بيعدي بالفعل بنتكلم كمان على أنه إحنا قدام بوابة معبر رفح المصرية بالضبط لكن البوابة مقسومة لناحيتين الناحية اللي بتعدي على طول ناحية من بعبر رفح المصري ومعبر رفح الفلسطيني مسافة تقريبا خمسمائة أو ستمائة مت لكن كمان عشان العربيات دي تخش بتخش فيه مدخل تاني على جانب المعبر بتخش منه يمين بتتحرك حوالي خمسة واربعين كيلو لحد معبر العوجة بيتم تفتشها من قبل قوات الاحتلال بتاخد تقريبا من اتناشر ساعة لمدة يوم كامل بتتفتش بعد كده بترجع تاني خمسة واربعين كيلو تاني لحد معبر رفح الفلسطيني عشان يقدر الهلال الأحمر للفلسطيني أنه هو يتسلم الهلال الأحمر الفلسطيني قال أنه هو تسلم لحد الوقت أكتر من مية وتسعين شاحنة دخل منهم بالفعل ستين شاحنة لشمال قطاع غزة شمال قطاع غزة هو اللي كان عليه خلاف كبير ما بين يعني فصائل الفلسطينية والقوات الاحتلال بأنهم منعوا في الأول دخول الشاحنات لشمال قطاع غزة لكن مبارح قدرت الحقيقة المجهودات الكبيرة اللي تم بذلها أنه هو يخش أكتر من واحد وستين شاحنة بالضبط ووصلوا لي قطاع غزة محملين في المستلزمات الطبية والمواد الإغاثية وكمان الأغذية وكمان شاحنات الوقود والسلار وصلت بس لحد جنوب غزة ووسط غزة وتحديدا مدينة غزة في وسط قطاع غزة دي يمكن أهم الحاجة المتعلقة بالمواد الإغذائية لكن كمان الحقيقة اللي بتخش للقطاع غزة لكن كمان خلينا أقول لكم أنه الحقيقة أنه على مسافة ما بين بوابة معبر رفح المصرية ومدينة العريش والرفح والشيخ زويت في مئات من الشاحنات متوقفة ومئات دي حقيقية يعني مش عشرات الشاحنات لا مئات الشاحنات متوقفة على اليمين وعلى الشمال من الطرق الشاحنات دي بتيجي من القاهرة بتيجي من المحافظات المختلفة بتيجي بعد القافلة اللي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من يومين وكمان القافلة اللي كان أطلقها صندوق طاحية مصر كنت تكلم على التحالف الوطني الواحد ويتكلم على خمسمائة أكتر من خمسمائة سبعة وسبعين عربية بالفعل أو شاحنة اتحركوا وفعلا وصل منهم مئات الشاحنات بيتم بتخزينهم أو بيوقفوا في الطريق إما في مخازن الهلال الأحمر أو بيوقفوا دلوقتي خشان الهدنة طبعا بيتحركوا على طول على بوابة معبر رفح المصري وفي مكان حوالين المعبر بتصف فيه الشاحنات مئات الشاحنات الحقيقة كانت متوقفة ده كمان بجانب الحقيقة أنه مطار العريش الدولي لسه بيستقبل كمان يعني المساعدات المختلفة وبيتم نقلها عبر الشاحنات برضو وبتتحرك على بوابة معبر رفح المصري بتحرك من أول بتوصل لحد المخازن والمخازن المتطوعين اللي شغالين بقالهم أكتر من خمسين يوم متواصل حقيقة سواء في العريش أو القاهرة أو الشيخ زويد أو حتى في محافظات المختلفة الحقيقة أنهم كلهم بيتعاونوا سواء علشان حاجة توصل في معادها وعلى قدر الإمكان بكل الناس وكل سائق الشاحنات اللي بقوا قاعدين مرابطين هنا يمكن بالتلاتين يوم والعشرين يوم قاعدين منتظين دورهم بس علشان يعدوا الناحية التانية بيبضلوا موجودين وبنتكلم معهم يقول لك إحنا مستعدين نبضل هنا طول العمر عشان نوقف مع الأشقاء في فلسطين الحقيقة أن الهدنة كمان كان لها جانب مهم جدا وهو الجانب الخاص بالعالقين من الأشقاء في فلسطين اللي كانوا موجودين بالفعل في العريش أو كانوا موجودين في مصر عامتا لما بدأوا الحرب قوات الاحتلال بدأتها على قطاع غزة كمانوش عارفين يرجعوا بلدهم تاني لكن فورا سريان الهدنة وبعرض ما بدأت الهدنة على طول اتحرك العالقين بموافقة من السلطات المصرية نهم يتحركوا الناحية التانية وبالفعل تحركوا وعادوا إلى أراضيهم الفلسطينية وقالوا أنه حتى برغم قصف الوحش القوات الاحتلال اللي احنا هنرجع أراضينا وأكدوا كمان شكرهم لي جمهورية مصر العربية وكمان للشعب المصري على قفهم بجانب القضية والآن برجعلكم مرة تانية كل شكر لك كريم بيبرس من أمام معبر رفح وعودة لضفنا نائب أحمد مخل تعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكثر من نقطة أثارها كريم في ما كان يقوله أول حاجة أن مصر عادت فتح المعبر من الجهة المصرية طواعية للي عايز من الفلسطينيين العالقين للي عايز تاني نأكد على الفكرة أنه يعود لقطاع غزة المساعدات الإنسانية التي لا تتوقف والوساطة المصرية والعلاقات الطريبة مع جميع الفصائل الفلسطينية طيب خليني أخذ نقطة نقطة من مسألة معبر رفح لم يغلق لحظة لا أمام العابرين قضي من مصر إلى أنا بس أريد بوضح هذا الأمر لم يغلق لحظة طول الوقت المعبر رفح من اتجاه المصري هو مفتوح طيب طيب هو إيه اللي حصل في توقيت معين أنا المعبر ليه جانبين الجانب الفلسطيني تم قصفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أربع مرات حتى توقيتنا الحالي فده كان بيجعل فيه حالة من حالات الصعوبة في إيصال المساعدات بسبب انهيار البنية التحتية للمعبر من الجانب الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي وده عدوان لم تشهد الإنسانية في العصر الحديث عدوان بهذا الشكل وبتلك الهمجية الأمر الآخر من اللحظة الأولى الدولة الوطنية المصرية يعني وعية لكل تفاصيل ما يحدث وخلينا أقول لحضرتك من عدة شهور كان فيه عدوان من استطاع أن يوقف هذا العدوان هو الدولة الوطنية المصرية ولم تكن هناك ساعتها لها شراقة مع أي دولة أخرى ولكن كانت بوساطة مصرية خالصة لكن قبل هذا الأمر الدولة الوطنية المصرية بتعمل بشكل دقيق على حل الخلاف الداخلي ما بين الفصائل الفلسطينية وكان فيه العديد من الاجتماعات التي عقدت داخل مؤسسات الدولة الوطنية المصرية لرقب الصدع ما بين الفصائل الفلسطينية وبالتبعية ده كان فاتح تواصل مستمع ما بين الدولة الوطنية المصرية وما بين كافة أبناء الفصائل الفلسطينية لأن خد بالحضرتك من هنا يعني بعد حالة الشقاق التي حدثت في 2006 و2007 ده البعد التائخي للموضوع كان فيه أزمة ضخمة جدا فيه وجود تواصل مباشر لحل القضية الفلسطينية كان فيه خلاف ما بين الفصائل بالتبعية الدولة المصرية تدخلت في هذا الأمر وعلى علاقة جيدة وطيبة بكل الفصائل الفلسطينية لتوحيد الجهود الفلسطينية وإعادة إحياء منظمة التحيير الفلسطينية وصولا للحل التي أكدت عليه مرة أخرى في بداية الأزمة إعلان دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود 4 يونيو سنة 1967 وتوحيد الصف الفلسطيني وأحياء منظمة التحيير الفلسطيني وده تاريخيا يعني بعد الانقسامات اللي حصلت داخل البيت الفلسطيني كان عين مصر دايما على فكرة توحيد توحيد الجهود الجهود تحديدا وده كان أمر راقي جدا من الدولة الوطنية المصرية شكرا جزيلا دايما بتشرفنا النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين شكرا جزيلا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك هنروح مع حضراتكم لفصل سريع ونرجع من بعده للفقرة الأخيرة اللي معانا في صباح الخير يا مصر خليكم دايما معانا بالأمس وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جلانت أكد من داخل قطاع غزة في زيارة هي أشبه بالتسلل وزير الدفاع الإسرائيلي لأول مرة يدخل القطاع عبر البحر أكد أن الحرب مستمرة حتى إعادة المحتجزين وقال بشكل مباشر أننا مستمرين في حربنا ضد غزة وحنستنفذ كل الفرص لإعادة مزيد من المحتجزين من خلال المفاوضات ومن خلال الحرب حتى يتم إطلاق صراح آخر محتجز إسرائيلي داخل قطاع غزة إطلاق صراح المحتجزين هيكون تحت إطلاق النار خلينا ناخد قراءة لهذه التصريحات والسيناريوهات القادمة في غزة من السفير رخى أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق سعاد السفير صباح الخير على حضرتك أهلا أني منا صباح الخير لك وسادة المشاهدين أهلا سعاد السفير ماذا يقصد وزير الدفاع الإسرائيلي من أن قواته لن تترك غزة حتى إعادة المحتجزين يعني هو بيحاول أنه يتراجع بطريقة برضو فيها شيء من الغطرسة لأن من البداية أعلنت إسرائيل طبعا رئيس الوزراء نتانياه ووزير الدفاع جالانت أعلنوا أنهم سيستردون الأسرة والرهائن بالقوة وأن لا تفاوض على استرداد الرهائن بعد 48 يوم اضطلوا أنهم يردخوا لما طلبتهم المقاومة الفلسطينية ويتم بالتفاوض وليس بالقوة كما الدعوه رغم الدمار والتخريب والقتل اللي قامت به القوات الإسرائيلية إلا أنهم لم ينجحوا في الهدفين اللي طلبوهم اللي هو الإفراج عن الأسرة والمحتجزين وكسر شوكة أو هزيمة حماس عسكريا وسياسيا فبالتالي هو بيحاول دلوقتي ما يترجعش مرة واحدة لأنه هو إرادة إسرائيل السياسية انكسرت لأنه لم يحقق الهدفين أولا ثانيا أنه خضع للتفاوض والتوصل إلى الإفراج عن الأسرة والرهائن الإسرائيليين بالتفاوض وليس بالقوة فمن هنا هو بيحاول عملية إنقاذ بماء الوجه أمام الرأي العام الإسرائيلي اللي بيتهم وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنها أهملت في جسادات لمواجهة ما حدث طفان الأخصى في 7 أكتوبر وده تصريح يعني لا يمت للحافيقة بصرع لأن ما قامت به إسرائيل أعتقد أنه هو أخصى ما تستطيع أن تقوم به من تدمير وقتل ولم تصد إلى لا إلى قيادات حماس ولا إلى القضاء على أسلحة حماس سعد سفير مع إقرار الهدنة لمدة أربعة أيام والنهاردة نحن في اليوم الثالث لهذه الهدنة في بعض الأراء المتفائلة أن هذه الهدنة الأولية يمكن أن تقود إلى هدن أخرى جديدة وصولا لوقف إطلاق النار وأن ده خيار لإسرائيل أنها لن تستطيع أن تطلق يعني صراح محتجزيها إلا بهذا السبيل سبيل التفاوض والهدن مع الجنب الفلسطيني هل حضرتك مع هذا الرأي؟ تماما أنا مع هذا الرأي لعدة أسباب السبب الأول هو ضغط الرأي العام الإسرائيلي وحالة الانقسام داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي في مجلس الوزراء الإسرائيلي في مستويين مستوى يسمى الكابنت وده تبقى وزارة الأمن والحرب وتخذ القرارات المهمة والوزارة الموسعة في داخل الاتنين فيه انقسام في الكنيسة فيه انقسام في الولايات المتحدة الأمريكية في انقسام فالرأي العام العالمي بدأ الآن يشعر بأن ما تقوم به إسرائيل هو عملية مجزرة فبالتالي ده كلها ضغوط على إسرائيل لتعابلية قابول هدنة تانية وأنا شايف أن هما هيقبلوا الهدنة التانية ربما أربعة أيام أو خمسة أيام لاسترداد مزيد من الأسرة والمحتجزين المدنيين لأن المحتجزين العسكرية والأسرة العسكريين لدى المقاومة الفلسطينية لن يفرج عنهم دول بيعتبروا الصيد الثمين يعني ورقة من أوراق المقاومة اللي هما المحتجزين العسكريين الإسرائيليين ده صحيح ده لأنه هما دول هيتم التفاوض عليهم طبعا الحد الأخصى اللي بتصيب المقاومة الفلسطينية هو بيسموه تنظيف السجون الإسرائيلية يعني إخلاق كل الأسرة وده كل المحبوسين في إسرائيل ودول حوالي دلوقتي وصلوا ما بين 7 ل 8 تلاف مش هيتم طبعا كله ولكن بيبقى دايما في بداية المفاوضات المطالبة بالحد الأخصى فده هيكون هو فعلا هيؤدي إلى أن إسرائيل مرة أخرى بعد الهدنة القادمة وفي تطورات يعني فيه غدا هيكون فيه اجتماع لحلف الناتو يعني بسوء وزرائي الخارجية الرئيس الاتحاد الأوروبي الحالي والقادم اللي هو وزير رئيس وزراء أسبانيا ورئيس وزراء برجيكا السنة ورسالة من مصر بضرورة الاستمرار في مد الهدنة والتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار فده هينقلوه أيضا لدول الاتحاد الأوروبي وزي ما قال رئيس وزراء أسبانيا أنه هو هيحاول يعخذ موافقة على هذا وعلى مطلب أو الاقتراح اللي اقترحه الرئيس السيسي اللي هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية نحن فيه 138 دولة معترفة بها ولكن المقصود هو دول الاتحاد الأوروبي فبالتالي هنا الكلام عن مد الهدنة ده مهم جدا وأن الولايات المتحدة الأمريكية قدت فرصة كافية وبمشاركتها أيضا للحرب علشان تفرج عن الأسرى والمحتجزين ولم تنجح فبالتالي هي بترى أن الإسرائيل يعني ينفذ إناف كفاية كده ونبتدي نفكر في مرحلتين المرحلة الأولى اللي هي المرحلة الانتقالية ما بين أن توقف القتال وقفا دائما وما بين من ستولى السلطة في غزة وكيف ستكون عليه الأمور والمرحلة التانية اللي هي الاعتراف بدولة فلسطينية وبدء المفاوضات عليها دي مرحلة هتكون على المدى المتوسط ليس المدى القريب طيب جزء تاني من تصريح الوزير الإسرائيلي كان بيقول أن المفاوضات أو المفاوضات حيطلق صراحة الأسرة تحت إطلاق النار لماذا تهدد إسرائيل غزة مجددا بإطلاق النار هل في مساعي لإفشال الهدنة مثلا لا أو إسرائيل إحنا شفنا بالأمس إن إسرائيل حاولت إنها تنفذ الكلام اللي أعلن عنه نتانياهو وجالانت الوزير الدفاع الإسرائيلي من قبل إن شمال غزة لن يشملوا وصول المساعدات لأنهم يريدوا إخلاءه قصريا بالقوة وبعد ما أخلوا مستشفى الشفاء وغيرها من المؤسسات فبالتالي الفلسطينيين لن يجدوا مأوى أو علاج أو أي شيء فيضطروا إلى الاندفاع نحو الجنوب اللي حصل العكس بدأوا يتجوا نحو الشمال وقتلوا في أول يوم اثنين من الفلسطينيين وجرحوا اثنين آخرين لكن بالضغوط عليهم من جانب طبعا مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى عادوا مرة أخرى إلى الرشد وقبلوا أن تنفذ الهدنة كما هي ولكن هم يعني مستمرين في الاهتداء على الضفة الغربية وده شيء يعني لابد من التنبه له لأن في عملية أيضا مجزرة في الضفة الغربية وتدمير الشام نشوفنا اكتياح وقصف لمحيط المستشفيات أو المستشفى الحكومي بالضفة الغربية بالأمس والاكتياح اللي خصل لأكتر من مخيم ده طبعا هو ده يعني لازم نتنبه له ويكون وقف إطلاق النار شامل للاتنين لأن هي إسرائيل بسيطرة سيطرة تامة على الضفة الغربية فلماذا تقوم بهذا الهجوم والقتل والتدمير يعني ده شيء بيدل على أن إسرائيل لم تخرج بعد من الصدمة الصدمة اللي حصلت لها في 7 أكتوبر مزارت مؤثرة عليهم وأيضا كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع بيدفع عن نفسهم لأنهم مجرد الوقف التام لإطلاق النار هيبتدي التفكير في إجراء انتخابات إسرائيلية لتشكيل حكومة جديدة وهيبتدي محاسبة نتنياهو ووزير الدفاع على الأخطاء اللي وقعوا فيها سواء قبل 7 أكتوبر أو بعدها اللي ارتكبوها بهذه الجريمة اللي شوهت سورة إسرائيل وأظهرت أنها دولة استعمارية معتدية عنصرية هل يعني برأي حضرتك مجلس الحرب في إسرائيل في أزمة لأنه الصورة اللي احنا شفناها مبارح وعايز تحليل من حضرتك أيضا وزير الدفاع جلنت يصل إلى قطاع غزة عبر قارب من البحر مرتدي خوذة عسكرية هو مشهد رمزي يريد أن يصدر صورة ما أو الانتصار ما حققته إسرائيل برغم أنه على الأرض لم يتم تحرير الرهائن أو المحتجزين الأسرة ولم يتم القضاء على حماس لا هو زي ما انتشرت هو ده يعني صورة رمزية يعني ربما يعني أنتم ما كنتوش يعني لسه حاضرين في حرب تلاتة وسبعين لما جول دمائيل أثرت أنها تعبر القناة السويس لما عملوا الصغرة تعبر إلى الدفة الغربية لتثبت أنهم أيضا عبروا فهنا ده نشئ مشابه يعني هو عاوز يوري أن لا يعني ما تفكروش أن احنا يعني أفرجنا عن الأسرة والمحتجزين بالمفاوضات لا قدينهم وأنا وصلت على عرض غزة موجود أنا موجود شخصياً وهو أنا استمر فده صورة رمزية منها جزء دفاع عن الزاد منها تصدير صورة معنوية للرأي العام الإسرائيلي لأنه بدأ ناس كتير في إسرائيل يفكروا أنه هما يرحلوا لأنه يقول لك أننا نشعر بالأمان ولم توفر لنا لا الحكومة ولا الجيش الأمان فهو بيصدر صورة فعلاً ذهنية أن لا إحنا مسيطرين شكراً شكراً جزيلاً سعد سفير رخى أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق وصباح الخير على حضرتك مشاهدينا خلصة حلقتنا النهاردة كنا موجودين معكم على مدار 3 ساعات نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس المعاد صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر